يقول لي واقف عند أراميكس 12 أربعة أراميكس ووصلون تقول لي يقول لما كلمت أراميكس يقول لي الموظف كنا بالأسبوع نطلع من 850 لألف شحنة بالأسبوع نحن بس خمسة أسبوع أسلاكم الله بالخير يا ربي يعطيكم العافية رجعنا لكم بحلقة إيدة من الهب توك حلقة رقم 39 39 39 أنت كل حلقة قاعد يقول لي 10 كل حلقة 10 معكم أخوكم بجريد و بفيد و عرب و بشنبه و بعتعيبي أخونا الخامس ساكم الله بالخير ساكم الله طيب إن شاء الله تكرون طيبين الحلقة هذه راح تعظون حلقة سريعة جدا جدا سريعة لظروف خاصة لعدة أسباب راح نقص عليكم ياها على السريع إنه مثل ما تدرون إنه الحين في حضر تجول بالكويت وأغلب الأماكن مسكرا فوقتنا محدود هنا بالمكتب فحتى البرامج مثل ما قلنا لكم قبل قللناها صارت أغلبها فويسوفر وركزنا على البودكاست لكم أنتوا تابعون البودكاست وما راح نوقف البودكاست إن شاء الله لكن راح يكون أسرع شوية راح نختصر موضوع حلقتنا اليوم هو اسأل الفريق اسألنا أخوي اسألنا قبل ما يسألوني قبل ما نشوف أسألة أخواننا أو أخواننا الخامس شونا لعبنا أنا لعبت لعبتين نفس الشي يعني تقريبا Doom Eternal Doom 64 بلاش حين تقع تلعب Doom Eternal ليش رديت قريقي شوية 15 سنة 20 سنة وراء ليش أنهم يعطونك يهم مع بعض باندل أنت صرت ناش صاحبنا بلاش باندل 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 مو باندل باندل هم عطانا ريفيو كود بدزدة وكان مع دوم 64 حلو تقريبا 16 ساعة Doom Eternal سويت لها الريفيو كتبت الريفيو عضواتك يا أنت قلت إن شاء الله عجبكم إذا ما شاف الريفيو يشوف الريفيو بغناتنا بس شوف تعبت وانا كتبه وكل شغلة ولا غلطة اللعبة شي واحد بس صعوبة اسمح لي ترى والله ما تقشم شون غلطة أنا قاعد منتج أي أنا ضغط أخذ حبة ما تلحب أنت عندك مشكلة مع مالتها حبة بصيد الله يبيعونها حبة اللوع مالتها للبحر لا لا في واحدة ما تلحب ما تلحب لا لا واحد سريعة أبو عرب واحد سريعة اللي تعوى الراس بالذات هذا الموب اللي يطلع لك اللي الصخر يركض يدعمك لازم يطنط نطتين أو تسوي دوج وتلف لا خليك واقف مكانك تتلعبك لا هذا بعيد علي الكيبورد خليك واقف مكانك تخلى بعيد مني كهوة طق داش يمين انت لما طق داش ويمين وبتلب في الكاميرا بعدين شو التحكم عادي البلاي ستيشن شو نمسوين حاطين لك معلومة لأن التحكم هترى وايد عميقة هي شفت هذيل الأكسسيري اللي نازل يدت البلاي ستيشن اللي وراء هذا هذا الحين وقتها وقتها دوم تحط اللي وراء دوم شيف أنا بقول لك معلومة معلومة غريبة شوية أنا شريت بي سي عشان دوم 2016 أتكري خلصت دوم 2016 بعدين بي سي أنا شريت بي سي دوم بس إن شاء الله أخليها لا أخلي انطرني لأن الدوم ماينفع أنا شوف أنه ماينفع لماوسي كيبورد حلو اللعبة خلصتها وتغيمها بالغنات قلت لأشياء السلبية اللي فيها أنا مستمتع فيها صراحة لكن في أشياء غير يعني غط سلبية غير لأنت قلتم إنه كثرة الأبغريدز والأسلحة والأمور هذي ساعة ساعة أنت تنسى مرات أنسى عندي في الأيو مرات أنسى عندي غرنايد اللي من وقع فهذا الشي اللي ما عجبني القصة خطبة جريئ أنه ما حطوا قصة أكثر بس هالشي يعطي عمر حق الجرافيكس هلو كان رايد الجرافيكس شي مو طبيعي مو طبيعي الأنجن جبار حتك حينا بتكلم عن دوم سكستيفور دوم سكستيفور damn�� WILLIAM 64 دوم سكستيفور نفس النظام اللي زلدها سكسيفور ما رو سكستيفور آمن دوم هي نزلت على السكستيفور ومثل ما قلنا معلومات على السريع دوم سكستيفور هي اللعبة الوحيدة اللي ما طوروها AD من سوا ثاني مو AD سوفتور لكن اللي هما تن استوديو من أكليم لكن إشراف ID وهي أكليم اي إشراف اتصميم المراحل راح تلاحظون راح يلاحظون ناس انه مختلف غير عن دوم الاول و دوم هلون ايرث الثاني و دوم الثالث لانه مو ليسوي المراحل جون روميرو نفسه ليسوي المراحل الباجي في فريق تطوير ثاني مشتغل عليه دوم سكستي فور ما فيها موسيقى هيفي متل ما فيها موسيقى روك ما فيها موسيقى هي شوي اللعبة دارك موسيقى ما شها مع اللعبة انا اتوقع حطوها طبعا هي ريماسترد ستين فريم و سجلنا مربعات بس شي وايد حلو اتوقع حطوها لانه في شوية من القصة رابطينها همها بدوم سكستي فور دوم قاي يروح يدش الهل ويقعد يقول انه راح يقعد بهل عشان ما خلي الديمونز يطلعون يبيهم يعني ايه عشان ما خليم يروحون حق الارثة ويروحون حق يطلعون من البورتل ففي رابطة هني مع انتبه هتلعب الغصة قاعد لعبها هانا راح تشوف انه في رابط هني في لقطة اللي يكون انشاءالين انت راح تربط هني بس هاد حقول لك بس هاد اللعبت انت دوم ودوم ودوم سكستي بفاهد نيو نيو تو وايد حلوة عجبتني جابلتها عدل عدل كم لفلك؟ تو 62 ماهو 60 بس قاعد امزج يعني شوي شوي على الراحة بس وايد مضيئ وقت بالالاين مساعدك اعساعد الناس انت من الاول شلو خدوهم من الاول وايد وايد مشوية شنو الميزة بالالاين؟ ما كنت تحصل طبعا السولات ونفس الوقت هم تطيح دروبات دروبات عالية اوك وهم في مواقف الضحك يعني هم تصيب مواقف الضحك داخل الالاين اذكر كان في واحد شيت معاقع سادة لهم طيحنا وائد ربات هو قاعد لقتهم ونفس الوقت قاعد يبي يلبس اذا خلصنا احنا عند البوس نحين قاعد يلبس عادي طوالة على ما تبدل وتحط القير مالك وايد قيرات الثاني كان اروح انادي موب صغير موب مارلين اديته فوقه بوب ناده راح تناديه تم موب صغير من بعيد واسحبه اسحبه ليه ناصل عنده خليتي طقية مات انا اطلع زي ليش ليش انا اقدر اطلع شذي بس ما عرفت العادي اذا انا عندي سؤال انا مو ملاعب نيوته بس شون تنادي الموب اروح له تحرش في يصير علي مثل الارت الارت انا بيطقني فاسحبه اسحبه يركض وراي اوكي انا قاد اقول شوي نادي اواصل لا عنده هو من يا طيب يتشوف ذاقي طقية الوهم موهين بهذه الحركات بس وايد في شغلة مزعجة بالنسبة لي اللي هي الاسلحة وايد 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 يطيح دربات اللي انت ما تعدل شنو تقعد السلاح انا لعبتها شوي طبعا السوالة فاضي واضيع وقت وايد بالبلاكسميث شان تعدل وتطور وتبيع وتكسر والامور هذي بس بشكل عام حلو لعبت حتى مع ريفان مع ريفان وواحد من ربعد مشكورين لهم مساعدوني خلصوا يعني طمرنا كذا مرحلة جدا فحين تكي عنده خريطة ثانية اليوم بخلص إن شاء الله خريطة ثانية بدش كم خريطة هي أربعة حسب اللي عربتها سبعة سبعة وستة سبعة كنا أنا حين الثاني اليوم بدش الثافة بس لعبت نيو بس نيو بيور نيو لا قوية كمل لول حرام عليك لا برجع برجع أنا لو بعطيها بعطيها تسعب سمن عشرة صراحة انه نفس ستايل سولز بس وايد حتى تحسب قلت ليش ما كملت الأول على طهري سولز خبر شي عسري عسري حقك الملحنة نفسها مالت سولز واسر كيف رح تلاحن ألدن ر lent نفس الملحنة أي قالت أنا pilots غير عمه أنا ما أعرفها بس الموزينة لا تعرفها تعرف اللي تسمع ناملس كينغ ناملس كينغ أحلى بوصفايت بعرب ديفيجين تو وكم واشنطن خلصت أوري وسب تخيلها أطحن أنت أبتشني أوري 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 تقريبا 15 ساعة اللي يطول باللعبة إنها سايد كوست بس مو أجباري إنك تسوي السايد كوست لا مو أجباري شنو كان ميزة اللي فيها إن في واحدة من الكوستات إنه لازم تاخذنه هنا تروح هنا كذا مكان بس عشان يعطيك سيافة استرابل إيه يعطيك نفس خريطة إنها تعرف أماكن تصلح المدينة توك هذا اللي تكلمه أيوه الكاسكو يفتح لك الخريطة أيوه زين اللعبة ثانية كملت جي تي اف او وايد صعبة زين اللي قلت لنا عنها الحلقة اللي طافة زين لدرجة إنه وايد ناس قاعد يشتكون إنه صعوبة لما تلعب أربع لاعبين نفس الصعوبة لما تلعب بروحك زين موبات لازم يعني نفس في سكورتي دور لما تبطله يطيق انذار زين لازم توقف على النقاط معينة لازم هذين تخلصهم أسرع وقت إذا ما خلصهم خلص موبات على طول راحيون زين إحنا خلصنا أول منطقة حين نلزم نخلص منطقتين منطقتين بعد منطقة في بعض في بعض أول منطقة صنصون أول الله لأنها صعبت كل مرة راندم مجرمين مجرمين قد تهلين قدر دائما نقول مجرمين مجرمين في ألعاب كذي ذا الشيء كعب يدوب يدوب الدمج عليك لا هذي لا بروحك أربع لعبين نفس الشي زين الأيتمات انت بحظك الطلقات لازم أو ما تبلش معاك نص الطلقات زين يطحن يدورها هذا خلاص ما بي طلعت من خاطري ما بي مو طلعت من خاطري خلي خلص العرب الآن لو راح يقول لحق الناس والله ممكن في شغلة ما يعرفونها الآن تحويل كلها ديجتال مفروض أن يكون خلاص الفترة ديجتال لأن المصنع يعني من أكبر مصانع اللي هو السيديات فيزيكل أوروبا تسكر بسبب كورونا يعني صح وإحنا بالخليج الألعاب شنو أول شي تينا أوروبية أوروبية صح فا فقرتك بو فهد خلا يكمل خلا يكمل نزين فيها عاب واحد حاشتني باللعبة أن حاشني حاشتني باللعبة حاشتني باللعبة مالي انت قصدك هو يرجع حق العب ولا حق اللعبة باللعبة نزين انت لات علمة انت لات علمة أوما تشغل اللعبة بالبي سي راح يطلع لك اشي يسمونا اللي هو ابي اي اللي هو تبي تشغل على داركت اكس 12 ولا الفولكن نزين فولكن زين تولب احسن لان اسمه داركت اكس ها تحس قوي لما العب داركت اكس زين اللعبة يعني ما تقطع مو ما تثبت لك انه لما تتحرك يميني ساعة مرة واحدة ما تقطع عادي سموثن زين بس عيبها انه مدة خمس دقايك يصير لك كراش يطلع لك جي بي و ايرور شي تشير قتلك انا فولكن لان الفولكن راماته احسن لا ما نشمع عادي نشمع انا لالحين اثر رجع الحلقة اللي طافت انه خذ زجاجة ما دي انه خذ زجاجة انه خذ زجاجة لازلت لك فيديو ما لازل سيارة شا اسمه اللي اللي لعب بي سي خلي اختار فولكن بس انه لما تحرك الشاشة بسرعة راح تشوف تقطع شي مو سبت سكرين تيرينغ ما يسمون هدا ايه شي تيدي خطوط هذي اللي تطلع ماشا لا 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 انت كنصر شعر بك احنا ثلاثة او اربعة قاني نلعب مع بعض مشكلة انه اذا انت صاحبك كلكم نفس اللابتوب لا 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 كلكم نفس اللابتوب انا وصاحبي محميد اي اوكي انت بحسون عبدالله كلكم نفس اللابتوب زين لا محميد الثاني اوه نظام اللي يطلعون القروبات قبل سياينا في الشيش اي 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 انا ازرق احمر اخبار قروب يوكن اذا لاعب واحد فيكم اللي معاكم راح هاتكم وراح ان زين قام يذبح بس خلاص راح ياخذ كل البوينتات وانتوا راح تلبل عادي زين ميزة اللعبة او لازم انك كثير ما تقدر تاخد كمبوات عشان بسرعة تلبل اسلحة اوكي فيها لفلات تنصح فيها الناس يلعبونها الحين اي اونلاين مع بعض والحجر المنزلي بس ممتاز اكثر شي الالعاب هذي بعرب النار غير عن الليل لانتوا قاعد جو افرش تاني جاعد من النار من النار دكتور جيك للمستر هاي تعرفته اذا بعرب سؤال سريع سريع اوه الثاني ولا الاولى انت لان خلصت الاولى بعدين على طول خلصت الثانية وراها اي والله سنيناتهم قصتهم حلوة زين الاولى كم ساعة اخذت منك ثمانية ثمانية تسعة تقريبا بطلت كل شي تسعة وتسعين بالامية الجزء الاول جزء الثاني تنى تسعة وتسعين ثمانية وتسعين بالامية باقي اللي بس ثلاث ايتمات مال سفيرت من لايف اوك زين في شي انا مستغرب منك حين اوري اوري واللعبة غوية مالعبة والناس جمهور والناس جمهور خل الناس جمهور انت مرة اقول لك هل ليش مالعبة لا جيسي لا جيسي كورونا واخر نزلنا فيديوين بالقناة عن اوري حق بروفزورك اي لعب اللعبة اي الظاهر ما عجب الناس او الجمهور اللعبة ما ادرينا انا بيواتها مو ذاك الزو بروفزورك ما يشجع هو قدلتها شوية كانت ممكن اي اي او يذكرني بتنتم لا دي اتوقعت انها اوري والناس متحمسين ان يشوفوهم لا تشام واحد عتابي الا ان شعبيتها ليش ضعيفة عندنا واحد بر بر اخي لا مو بر الا انها اكسبوكس طر اكسكلوزف اي اصغيية طراء اكسبوكس مول كل عنده كميوتر مول كل الكل عنده بلاي ستيشن ما ما نختلف فيه الاغلب عنده بلاي ستيشن لحظة قبل اترو فيه شغلة باوري الثانية انه في بوس فايتر اي لعبتها انا عدت اثنين او ثلاثة شي شي بس اوكي شكرا مبارس شكرا على الحرق اي انا ما كملت انا لعبت دوم قاعد العب دوم ازيح انا اعطيتك الريفيو من اوصل للكل اكتر من اوصل للكل اكتر انا مادر وينه اللمبو تي ضاعبت بالهوة تي بس انا الوحيد اللي عندي والله الان انا طلع لي شوف شهن شحن بامريكا تاريخ 18 طلع من امريكا تاريخ 25 مادة 24 وحين طالع لي مادرون انا بالمانيا طالب النسخة المانية اليوم اطلعت اليوم اطلعت باش وصلت الكويت الي عقبس تلمتها شنو دوم اوصل لك انا انا امريكي لا ما تنبع ما تنبع انا امريكي تلبسه وتطلع او تلعب دوم تلبيسه وتطلع بره بره بالحظر بس يعني لعب دوم لا احضر بقنا للتسؤال لا احضر لان لما انا كنت قاعد اقرأ الاعداد اللي انت سويته يعني اوكي ركست فيه بس بارت القصة كنت قاعد اقراها بس ما بي ادقق بكل كلمة ما تكلمت عن القصة تكلمت عن القديم قيل قديم بس انت ما ربط وايد ما قلت القصة ان اي شي رح تقولها احتبر حرق ما لعبتها لا لا الحين لعبها انت وانت ومحميج سيرو الديمنز وخلص رفيجك الثالث يصير انا ما رح تلعبها انت ما رح تلعبها وبس لعبت شوية اوري ساعة ساعتين بس رسم الله عليها تكمل اليوم رح اخلص اوري يعني انا اترى مو ساعة ساعتين من البداية لا لعبتها قبل بس توتل يمكن لعب تشع ساعات عشر ساعات اي او ثمان ساعات يمكن يمكن سبعة ستة انا ذكر قتل انت ونخلي اليده عشر ساعات اي لا لا مساعة تسيبة رديت لعبت من اول اي 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 انا نزيل بس هذا لعب لعبتها بفهد فقرتك الحين انا صج انا ناطر بشكل سريع نروحك فقرة فقرة التخفيضات سماعك سماعك فيها شي غلط ليش بشكل سريع اخ انا قدمك لا قبل ما تقدم ابو عارب اقع سمع صوتي بس هنا لازم نروحين مع فقرة التخفيضات مع الدلالة بوحدة يلا تخفيضات بشكل سريع بشكل سريع بس عشان الوقت طبعا حساب الامريكي والاوربي والصيني الامريكي بتخلص الحين تخفيضاتها تقريبا باتر ما هل حكون علي في مجال عندهم يوم في بعض الالعاب اللي ارشوها مناسبة اللي هي بوردال لان 3 ديلكس اديشن باربعين دولار وعندهم كنترول لبت كنترول باربع عشرين دولار ودويتشر العادية مو كل الادشن اثنع عشر دولار اعتقد مناسب بذلك اسعار اي سور هذا؟ الامريكي وميغا مارتش بيخلص اليوم التاريخ الثلاثين انزين اللي بلاع يعني ما تشوف انا نصيحتي اللي عند حساب امريكي بيشتري شي المارتش ليتاريخ تاراتين اي خلي ينطر التحديثات الجديدة مات التخفيضات لانه بيخلصون اذا عندهم مبلغ بيشتري مثلا او متردد الاوروبية ما في شي وايد عندهم كنترول تخفيضات عليها بس كنا ارخص من شسمه ارخص من ستور امريكي 22 دولار يعتبر اللي بستور امريكي كنترول انك 24 و 22 اوك والعاب اللي اقل من 9 دولار شبه قديمة يمكن ابرزها ابرزها وبالاخص لعبة The Order 9 يورو اللي ما لعبها هذي فرصة او ميرور ادج كاتاليست 4 يورو وورفشتاين جزئين ما اذكره واحد على ستونس ستونس يورو او هافيرين وبيونتو سولز على 9 يورو 9 يورو كل واحدة فيهم كل واحدة فيهم بس شنو ستور الصيني مسوي حركة نزل اثنين هافيرين وال بيونتو سولز بـ 11 يورو اثنين ثم ما بعض يعني نشوف الفرق بينهم نزيل ستور الشايني لا لا بعد في هذا الاوروبي في نوعين في اللي هو تسع دولار تسع يورو واندر ستعاش يورو نزيل نزيل في مجموعة حلوة بس شسمه هالي شوية مطولة اللي بحساب الاوروبي اللي اقل من 16 يورو الى تاريخ 24 في وقتين الاستار و أوروبي شوية مطول بس الامريكو والصيني بيخلص ابرزها اللي هي جران ترزمو سبورت 10 يورو على لاس جاردين لاس جاردين 10 يورو واساس كريد روغ ريماستر 13 يورو وفارك راي وفي لعبة اندي حلوة رايس اسمبل ستوري موجودة اي وعلى 12 يورو في لعبتين رعب باندل لايرز اوف فير لايرز اوف فير لايرز يعني التذابين لا لا التذابين الحق لايرز لايرز المهم نزين وعندهم هم بالاوروبي اللي هو ميجا مارتش هم هذا مطول الى تاريخ 24 بس بالامريكي ميجا مارتش مولة 24 لا لا بيخلص الامريكي خلص اليوم باتر بيخلص المهم فيهم العب تقريبا 282 لعبة و دي ازي ما شونه هذا كله بالميجا مارتش الاوروبي نزين حتى بالاوروبي في شغلة في لعبة العادية والكاملة موجودة في الستور الاوروبي بسعر 10 يورو تقريبا وفي لعبة حلوة انا عجبتني اتمنى الناس يتجربونها لي لعبة ثيف جرح من اول ماراة ومازلت بايستيشن بورب بس حلوة كانت على ثالثة يورو بس ويد ظلمة ضلماة ويد ظلمة مادر اي شركة بس خوش لعبة اتكل محمي تاولها موسيقى هناك لعبة كنترول لكن أغلى من الحلقة الأوروبية فلا أنصح لأن هناك لهجة الإنجليزية لكن مرة قلت أنت أرخص حين صارت أغلى؟ لا أذكر، قد يمكن أن تلخبط تتعلم ما فيها الآن؟ أضع المرات الثانية وهذا ما البورس المهم، هناك لعبة 148 هون كونجي يعني ما يعادل تقريباً مفاق، كيف حملت الصين؟ يوان، واحد كتب لي لأنني لا أدري مرة أخرى، 150 هون كونج 150 هون كونج الألعاب الأقل من 142 هون كونج يعادل 20 دولار الألعاب عادية جداً الألعاب عادية جداً جداً أبرز لعبة اللي أنا قلتها هفيرين الكولكشن كامل إذا كان ما عندك البلاس بالصيني تأخذ بـ 11 إذا عندك البلاس تأخذ بـ 8.5 ها كفر قوائد هناك دع تشتري الوحدة بـ 9 يورو يعني ما أخذ اللعبتين بـ 8.5 دولار أوكي يعني هم أفضل وفتر مخي مرقل يورو شوية ضعت أنا بـ 8.5 مرقل يورو بعد أن يفجح دولار في اليوان وماذا أنا لدي مشكلتكم الجمهور عادة تحطها على حاسبه وفتح موقع شسمه عملات وكيفكم المهم وبس ما في شيء ألعاب ميجا مارتش مال الصيني بيخلص فنصيحة اللي عنده مبلغ أو شيء بيشتري شيء خلينا نطر الدفعات الرديدة اللي هو الميجا أبرل في شغلة بكل الحسابات الأمريكي والأوربي والصيني في تخفيض على لعبة Devil May Cry عجز في خامس بس شوف الفارقة بشوف الخامس شوف السر أنا سكته بيخلص بالأمريكي تسعة وثلاثين فاصلت السع حلو؟ دولار العادية أو الدولوكس لا لا هذي اللي هي معاهم وذ ريد أورب اللي يعطيك أمية ألف ها أوكي هذا إدشن حق للوشو شوية أسلحة من الأمور هذي بالأمريكية تسعة وثلاثين فاصل تسعة وثلاثين بالأوروبية بواحد وعشرين يورو لا تطلع سعرها بالدولار كلها بالدولار أنا حولته واحد وعشرين وثلاثين سبعين دولار أرخص وشوف بالصيني عشرين دولار دولار كلهم نفس النسخة هذي نفس النسخة يعني عرفت هذه التلاعب أحيانا أنت قاعد تلاعب على السعر مؤامرة هذي لا 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 أحيانا أنت يكون عندك حساب أمريكي وشايف تخفيضات مع أنها تحصلها مكان ثاني أرخص منها مثلا بخمسة دولار أو شيء مثال فتقدر تستفيد منها لا طبعا طبعا صح أنا أمس أمس شرائت من الحساب الصيني شرائت شي اسمه ستار وورز جداي ما شي اسمه شرائتها من الصيني من الصيني جداي فالسؤال فهد التروفيات ما لا يطلع ما لا شغل ما لا شغل الموقع اللي بيشترون فيه كروت صينية أنا اشتري من بلاي داش أي شي أي شي والله لحن عايش الموقع؟ لحن عايش الموقع؟ لا ومسوي حركة بعد شنو؟ مغير رفوق البنر كاتب كورونا ستايت هوم الكل ما سويها هذي صحي الرابع قعدوا ببيوتكم ها؟ زي و بس هالي فقر التفيدات و بس خلونا نروح أسألت أخونا الخامس بساكن الله بالخير ايه الموضوع اليوم وقت تداهمونا بسرعة سألوا الفريق الحين نقرأ أسألتكم خلونا نبلش أول شي مع داعمين الهب من الباتريون خلونا اللي بالباتريون عندنا أول شي أخونا ناصر لعبيدلي يقولي أعطيكم العافية أو حوش الهب والله ما عندي أسألها بس أقول حق وفهد يتبي أي مساعدة بلعبة نيو تو بس قول لي بحاضرين عند وجهك طال عمر وأنا متعتي جاندرا سولز لو أقول لكم على شغلة يمكن ما تصدقونها أنا يوم ألعب لعبة فيها كاتسينات قليلة مثل سولز أو نيو أقصر على صوت التلفزيون وأشغل بودكاست يمكن عايد جميع البودكاست أكثر من أربع مرات من أول حلقة لي آخر حلقة حتى معدل استعمالي في اليوتيوب لأسبوع تعدى عشرين ساعة ماشاء الله لأن هذه محبة لكم نزرعت فيني بعد قلبي والله ما تقصر اسلام يا أخوي وأنا مرة من الحلقات يوم بلتحق بعرب زميل المهنة أنا أقصد أنه هو مخرج وأنا أشتغل مخرج بعد عدو ضايفنا بالسوني وقع تشوفه أولا يلعب نيو إن شاء الله شو اسمي؟ ناصر دير بالك من بفاهد ناصر لأنه يدري أنت شنو قاعد تتوي شنو قاعد تاكل ترامس توكر يعني دير بالك من زين ونقطة أخيرة الحلقة اللي فاتت من البودكاست حسيت أني قاعد بمحاضرات إحصاء صح وايد بعرب فروت بوكس داشة وبالغزير تعمقوا وايد حسيت في علامات تعجف وقراسي تحييلكم جميعا عندنا ضغم الحمل ما شفتنا أنا مطلق ضايعين وإن شاء الله نعملكم مستمر دائمًا وابدًا حبيب الله لا يحملنا من دعمك ومشكره على مشاركتك ومو بس أنت كن ضايعين حتى أنا كنا ضايعين عندنا SYH 93 سلام عليكم يعطيكم العام بما أن حاليا نعيش أجواء فعلا قلقة ومرعبة قلقة ومرعبة قلقة ومرعبة صح صح الأجواء جدًا مرعبة أنت عينك ضيعت أنت مرعوب أنت أصلا مرعوب بفاهة تراجمها عشاني البودكاست اليوم ما أخذ لابس كمام وتسوس ومدري شنو وآخر شيء إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إحتياطات هل الألعاب علمتكم أشياء مفيدة تخليكم تواجهون هذا الوباء حاليا بس قاعد أفكر بلاستوفاس وستي سيف أول هاي استي سيف أول ملعبة بس هاي نفس أجواء لاستوفاس تغريبا الله أنت وايد وايد طمرت يعني لحين جابه شنو الألعاب علمتكم أشياء مفيدة ألعاب علمتني أشياء مفيدة أنا صولز علمتني الصبر علمتني الصبر والله ما فيك صبر كل شيء أنا ماشيكم قاعد شوفيك صبر والله أنا ملكروسنج علمتني أنا والله العظيم بدوخة شما يقوم أعدل شونا نظف البيت أحرث شي اسمه الثيل والله العظيم يمشي أنت معرف علمتنا العرب أكيد اللغة الإنجليزية بس هذا هذا خلصين مننا موافق بالعربة ما معنا هنا ما تعلمت لغة الإنجليزية من العربة بلا تعرف أنت أنت شيكسبير ممكن أنه ما يطيقها معاك يلا 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 عندنا أخونا كينغ فور جيمينج يقول يعطيكم العافية الله يعافي بس حبيت أقول لكم بأن أشوف بأن أشوف الكورونا فيروس عرفت العالم شنو عرفت العالم شنو جونا إحنا الجيميرز قاعدين مغرفتنا كافين خير نشرنا ومستنسين عن الجيمز صح سؤالي لكم هل تتفقون بأن الجيميرز هم المستفيدين أه بقولها بطريقة دبلوماسية اللي قام الجبرية بالبيت تحت الظروف وراهنا وتحياتي لكم يعني هل تشوفون الجيميرز باستفيدين من الوضع الحالي في ناس اللي قواه فرصة يعني صراحة خصوصا ما في دوامات ما في دراسة على طول نتمنى الموضوح هذا ما يطول بخصوص يعني الكورونا نتمنى أن يشوفون الحل حق الوباء هذا وترد الحياة طبيعية وبس في عنده شي بيقول بس شاطر حلول لكل دان دواء عندنا تشيبي سنسي يقول أو يدقول كم باوا منا ايوان لحفظ سؤال الخطافي هل الفراغة والحكرة على الفراغة والحكرة قلولنا شنو شفتو هل فترة من أنميات مسلسلات وأفلام وشنو تنصوحون نتابع بما أن الشعب كله فاضي ما عنده شي أتمنى والله الشعب كله فاضي والله أنا أنا شخصيا قاعد داوم داومي تشغال الحين وقاعد داوم فالوضع ما تغير عليه أنا وياك طبعا أنا بعروف قاعد داوم أنا داومي نفس الشي بالعكس صرا ما عندي وقت ألعب بوايد يعطيك اللعافية إنتي الفاضي قول نيو أنا نيو أنا محمد لعتبي حلقتين ما قال ما قام يقولها ما تخلون الواحد لا 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 فيك غير قولها ما على كيف نزيل وانت شنو ما قاعد يقول ما قاعد يقول أنميات ومسلسلات أنا والله مو أصاب الأنميات ولا أصاب الأفلام أي شي بس أكثر وقت يمكن السوني نيو نزيل وهذا وقت يكثر شي ومن تانش وتخلوا واحد غير الشي لا لازم أصلا ما أحد يصاب وانت أصاب الأفلام أصور كلا كلا أنت كل شيء لعدي بي وما توحق بفدع تيبي على الطول أنميات ما طالعتها الفترة أفلام كنت قاع سؤال في معامر مطلق فيلم تركي بس موجود على نتفلكس وائد حلو اسمه ميريكل سيل سيفن وفيه فيلم اسمه سبنسر كونفيدنشل وائد حلو مسلسلات مو قاعدة طالعة مبين لك أنت ختمت نتفلكس انت صجة كنت عضيت نتفلكس أنا خلصت ألعاب دوم وبرسونة حلو حلو بروحة شهر حضر حضر بروحة حضر بروحة حضر بروحة حضر والله نزيل لحين نروحك وتابعينا بالكوميونيتي بالكوميونيتي نبلش؟ في شغلة أنا قريتها بالنت أمس ان بليكتيل كنا بنزلون دي أل سي شيء شدي مو أكيد أخبار ما أدري صراحة أنا ما أتوقع ان شنون تدور على الفيروس أو أن تدور الحـل Both بليك أنك بليك أنك خلصتي ليك بليك مقابي مو بيك لك لاイ سنعبر لا نعครت nunca كانت ستحرك لعالم كله. هذي اللي منعها في الصين? اي ما ادري منعها بس الناس ردت لما طلع الكورونا الناس ردت تقامت تلعبها وتخلي فيروس يطلع من تسوي فيروس يطلع من الصين. يسمونه كورونا فيروس. فالحين قولك اذا انت قلبه اللعبة انك انت بدل ما تنشر الفيروس تنقذ الناس من الفيروس. نزين عندنا اول شي يخونا عزو طليحي يقول سامع لكم يا وحوش الهب قبل كل شيء. اسطور الله. لا بذكر الله تماني الغلوب. ونعم بالله سؤالي لاسطورة الاساطير وخيف الظل والتعفل الفنية والشهم وصاحب الشجاعة وذوق اثناء مطلع. الله 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 الله. شي طالع ضاع. طالع. والله ضاع. مو متعود على الكلام. شفنا في تريلر غوست اوف سوشيما شخصية جين ساكاي متقلب بعض الاحيان يكون حكيم بعض الاحيان شخص مليء بالكراهية. ايش تتوقع من هذه الشخصية علشان يصير شخصية اسطورية مثل آرثر مورغن وكريتوس وباقي الشخصيات الأسطورية. وخيرا احبكم. احبتك العافية. الشي اللي اللي لاحظت بالترايلر انه هو بداية اللعبة كان بدافع عن عن سوشيما. بعدين قام يتبع اساليب اللي هي مو اساليب السامراي المعتادة. قام يستخدم اساليب النينجا ما النينجا. فاللي كان موجود اللي هو جنه خالة مدري عمه. مثلا اذاكر. قاعد يقول تصير نفس المونغولز. من بين انه هو اخذ اتجاه سيء عشان يسوي. قاعد يخلط قصدك. ايه. نزيل. عندنا دراجون بول برولي لجندري سوبر سياجين. هو كل حلقة يضيف اسم. والله كل حلقة يضيف اسم. سياجين ما عرفها. سياجين ما انا رأي. سياجين ما انا رأي. سياجين. زجين evangelár 4. فما 6 faen 2. غادة 4. د beer 1jsG. قاعد لك من 1창 لي 4. ده 1. صحب. متل جير. 2 متل جير عندك. Ik metttel jiir intik. lah nakh dahchada يا 1. ettel gair. 2. emphasized joins 2. 3. معضر 3. adapteur 3. معضر 3. معضر 3 لا. لا متل جير. لا. لا let's tell us. left past not . urning이 bellah last office. Four. last Estavas. 올 majesty 4. abundant. شوال اراححة الرحة المترجمون , كم أنت بإذن بكثير virgen من معاومة النطاق هل تعلم عن الإعداد؟ انت سعلم عن أن أرى واحد لا أذكر لقد كنت نحضر 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 لتساعد صور بطو فور كنت نحضر لا نعلم معه ثلاث، 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 ما أتذكر ثلاث الثلاث مننا، ثلاث، ثلاث ثلاث، ثلاث، ثلاث صعبة، 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 صعبة أنت، يلا خلص أحد، أحد، سور ريفر ثلاث شادو في كولوسس ثلاث متل غير قنزة في بيتريات ثلاث بلود بور حسنا سلام عليكم يا وحوش السلام سؤالي هو شنو الموهبة الغريبة في كل شخص منكم أشكركم على مجهودكم وتحياتي لأبو عرب شنو الموهبة؟ شنو عندك موهبة؟ أحسن واحد ينفس؟ بفهد ما خلي واحد بحاله أحسن واحد يحن؟ موهبة بفهد إنت، 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 قول موهبة تكو عفين أو خلاص أحب سكت، 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 خلّه هو يقول مطلق الشسمة قلت أنا بفهد قلت إنت، أحب أبو عرب لا لا، صج عاد الصج الشسمة موهم مينون، لا على شك عسوشي؟ مفكر يعني مفكر، مفكر بفهد التصميم الحلوين أبو نابو فهد الديزاينينك أبو عرب الاخراج التك الموهبة، مو اللي شو يعني تساوه بهاب يوكي موهبة لا، موهبة شيء ولي تشتغل بهاب شيء أقول موهبتك؟ لا 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 يطبخ بفهد بالبيت على فكرة موهبة هذي مادي، بالنسبة لي أنا أحب عايد أشتغل بيدي الشغلات الحرفية البسيطة أنا أحب يستغل بدوني هذي شو موهبتك تقول شو تحبتك؟ مادي شو تحبتك؟ شو هواية عندي موهبة عندك؟ ماكو موهبة؟ مادي مافي هدف الحرفية؟ مافي هدف الحرفية؟ مافي هدف الحرفية؟ شوف أنا أكثر شيء شو دي تكنولوجيا زيان يعني عادي شفت؟ أنت تصميم وهو تكنولوجيا مافي شيء يعني أنا عدي نفس روتر مولهم بهذا الشي هواوي روتر مولهم 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 مايكو مولهم مولهم بهذا الشي مولهم مولهم كظ لا أمين ياي بكي 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 زين يعني حين صال لفترة زين كعتيم صاروخ عندي روتر هواوي قديم 4G زين صوته 9G وصلت بطلتها عشان قاعد أشوف الأرايل اللي فيه فقاعد أحاول أني أقول سيقنال ما هذا هذا نزين أحب ألعاب اللغز تركيب ألعاب اللغز هذي موخبتي أنا أحزل في بيانو هذي موخبتي بس نزين عندنا فاستو في مقاطع أقوى خمسة ليش ما تقول أقوى خمسة الاعتابي وأبو فهد وأبو عرب ومطلق من أقوى مو أقوى خمسة الاعتابي بس وأقوى تحية الأسطور الخطير الفطير أبو عطيبي كم مرة كتب أقوى وايد هي الفكرة حلوة أن كل واحد يقول فينا عنده أقوى خمسة لكن الحلقة راح تكون وايد طويلة الهدف من البرنامج أنه يعني يكون شي حصري احنا ناقشنا شي اللي هو الفيتشرينج نفس واتش موجو اي اي راح نضيفها يعني انا مثلا اتوب وايف عطيبي رعب أنا دي شويها مثلا عوالم دي شمعها بس الفترة شوية صعبة بسبة لوضاء والحظر العاب اللغز دي شمعها يعني حين بالفترة هذه لما نسجل منسجل منسجل توف 5 أو شي فيه استوكات في عندنا الحلقات استوكات بس إذا منسجل حق مستقبل يمكن يكون صعب لنا نيه نيه بالمكتب أو شي احنا خطتنا مثل الحكومة عندنا مخزون استراتيجي مخزون استراتيجي مخزون استراتيجي للغنات نضبطكم احنا مخزون استراتيجي فيه مخزون استراتيجي غير لا تحطل شو اسمه توف 5 عندنا أخونا سلمان الدوسوري يقول مسيكم بالخير أخواني وحوش الهب أولا ودي أقول شوية كلام وياليت يوفي حكم ولو القليل منه أنتو غيمرز أصليين والله العظيم وشهادة الواحد فيكم مجروحة بسلم يا أخوي من شغل وتعب وأبداع وأنا هنا أخص كل أعضاء الهب صادقين بتقيمكم وأسلوبكم اللي تأخذونه عادي وتقلبونه ضحك وفرفشه شاقول وشاخلي عن هالقناة المتميزة لدرجة أني طلبت منكم تخاتيم وفعلا حققتوا هذا شيء وأسعدتوني الله يسعدكم دنيا وآخرة آمين يا أخوي وياك حاب أقول لكم هذا الكلام حطوا رمز امتياز إضافي من أخوكم سلمان الدوسوري ونتظر جديدكم بأحر من الجمر وبالنسبة لأخوي أبو فهد خليتها يغص يوم يقول الأكس بوكس سيريس إكس في البودكاست اللي راح وأحب أنوه بنقطة لأبو فهد أن نطق اسمي سليمان الدوسوري وهو سلمان الدوسوري وستين الف نعم حتى بالاسم غلط والله أدروني يمكن ما شفت أو شيء عربي عربي ما شفت يمكن والله أدرني وإنها فيك أخوي ولكن يمون أخوي الكبير أبو فهد وسامكوني على الإطارة من عابب تلة ولكن كان هذا مجرد مردود بسيط لكم أتمنى منه يوفي حقكم كله وعلى طاري بوعتيبي شواربك حلوة جدا شوف التعليق مالك وايد حلو أخوي ليه شاهل شيء جديد تسلم يا أخوي على تعليقك الطيب وهذه شهادة نعتز فيها تسلم تسلم وإن شاء الله دائما أنت حسن ظنك عندنا أخونا سيد محمد يقول السلام عليكم يا أبطال وعليكم كيفكم إن شاء الله تكونونوا بخير بخير الحمد لله والله أنا جلساتكم تونس وتفتح النفس الله يحفظكم ولا يفرقكم اللهم آمين تسلم فصرت ألبس كمام بسببكم المهم ما على لنا المهم ما على لنا كلمة بوفيد بين قوسين سؤالي إذا كنت حاب أجرب ألعب لعبة وهذه اللعبة فيها أجزاء واجد فهل لازم ألعب اللعبة من الجزء الأول أو عادي ألعب الجزء الجديد مثلا أنا حاب أجرب ألعب Resident Evil بس جربت الجزء الأول وطفشت من طريقة اللعب بحكم أنها قديمة ولا فهمت شيء ولا عرفت ألعبها فهل أقدر ألعب أي جزء بأي ترتيب وكذلك لعبة Metal Gear ولعبة Star Wars وبالتوفيق للجميع فردًا فردًا أجمعين يا أخوين لكل مايك بالنسبة حق الألعاب اللي فيها أكثر من جزء في ألعاب ممكن أنك أنت تستغني عن الأجزاء اللي طهوة تتبلش باليدد مثلا مثلا God of War بالأخيرة تقدر تلعب God of War يعني مو أجباري أنك أنت تلعب لا في ألعاب بتكون غصصها مرتبطة مثلا مثل غير هو قال مثل غير مثل غير راح أضيع مستحيل ما تلعب من الأول حتى Resident Evil لازم يعني مثلا عندك Silent Hill الأول الثالث مرتبط بالأول بس مو رتباط كبير الرابع مو مرتبط مرتبط بالثاني بس هم مو رتباط كبير تقدر تلعب أنت الأجزاء دامبور وغيرة وهم كم يقوم مرتبطين بشي هذه السلسلة تقدر تلعبها بدون ما تكون لعب أجزء ثاني قبلها أما في ألعاب لازم تكون لعب الجزء الأول أو الجزء اللي قبل الجزء هذا عشان تفهم الغصة مثال في ألعاب يعني Dark Souls عادي ألعاب أي واحدة Star Wars ما تحتاج لك تلعب جزء ما تحتاج إلا تكون تعارف بعالم Star Wars لأفلام لأفلام هذه ما تحتاج لعب أجزاء قبل Star Wars عندنا أخونا أوبو جاخي يقول تنصحوني آخذ نينتندو سويتش الحين ولا أنطر بما أن الرحاء بمهلق ممكن تعطوني أحسن محل نشتري منه ويوصل Digital ناس ما قال المطلق Digital Wide Account وعيد حسابات توصل أنا مثل ما قلت نساعنا بالأيام الياية رح تصير بطيئ الألعاب Physical على ما توصل الكويت بس هو بيأخذ نينتندو سويتش بيأخذ ألعاب قديمة تكون موجودة خصوصا أرخاص أرخاص أرخاصها أسعر أسعرها أرخيصة الحين أحسن وقت تتأخذ في نينتندو سويتش ألعابها أو مكتبة لألعاب صارت عميقة وويد قوية عندنا أخونا يوسف داشتي يقول سلام عليكم واحد هل بيأس فايف رح تشغل بيأس ثري لا بس البلاي ستيشن ما قالوا لا الحين ما قالوا لا تألف ما قالوا أنا قلت لا لا الحين ما فيها ما سوى أبديته حطين فراغات بس ما لاحن فور صح سلام عليك انت ملم بالتكنولوجيا ملهم 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 عندنا أخونا علي عسيري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كم المطلق عشانك تكتفوني تلفوني قاعدك وين هون تضيعتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاب أحييكم فردا فردا والله العظيم تمتعون بمحتوىكم من الصوري حاب أشكركم هذا غيل في حقكم يا أساطير الهب سؤالي لكم هل توقعون غصة لاس دواستو رح تكون مثل مستوى الجزء الأول وسؤالي الثاني هل أحد منكم شاهد فنلند ساقا ويريد تعطونا طبعكم وسامحونا على الإطالة محبكم مدمن الهب تسلم يا أخوي بالنسبة على جزء الثاني ما أتوقع تكون مستوى الجزء الأول كقصة لا أنا معك أتفق صح ما أتوقع جيم بلاي رح يكون وايد أقوى القصة ما أتوقع أنا صراحة تكون نفس الأول لأنه كان يعني بوقتها كان شيديت لا لا شوف من وجهة نظري في ألعاب دايما يعني تقصى بجزء الثاني ما تكون نفس مستوى الجزء الأول قصد بالأنيميات شنو هوت شفت شنو اسم الأنيمي اللي قال نيفرلاند شيء شدي فين لاند ساقة أنا ما شفتها مع الأمانة أنيميات مو زود مع الأنيميات نزيل عندنا أخونا اس اس دات يقول الله يوفقكم ويرزقكم أنا آسف الحلقتين المالطية ما كنت أشارك مسيوتيوب وحده في تعليقنا طويل في تعقيب مهم بي اسنا ويشتغل في كل مكان في العالم وإن شاء الله بشرح في التعليقات تحت فيديو البودكاست وهو يشتغل بس مرازم تغير عدادات دي ان اس عندي سؤال هل تابعتم فيلم غديم سيفن ساموراي ايه أنا لا ايه أدري غديم شوي ولا هم لون بس حلو سؤال الأخوي الغالب فهد في لعبة اسمها محاكي البناء انت بناي وتصمم بيت وانصحك تحملها تصمم بيت وحديقة وتسوي تسبيك للبيت واقعية شكرا لكم الله وفقكم ويرزقكم اخوان غالين جوا بالحلقة اللي راحت انا ما اهتم بأي تغييم العاب بس اهتم بتغييم شخص واحد وهو بجريد حبيب الله يسلم والله شاء الله إذا حصت اللعبة وكتب لي بالتعليقات اسم اللعبة ممكن تشوفه أسرع سابن ساموراي معروف من أقوى أفلام الساموراي فيلم القديم ونزلوا منا بلوراي ونزلوا من النسخة HD وموجود وفي وايد ألعاب اختبسوا مننا تنى منسيت والله في لعبة معروفة مختبسة من سابن ساموراي على طاري بينا ما ادري شنو لعبة دريمز نينتندو طلبت من سوني ان يشيلون شخصيات ولغوها فهلا ايشا متعلق نينتندو عندنا أخونا ريفولفر أصلت أفضل لعبة تقرأ غالط صح شف سؤال الأول أفضل لعبة وايد صعب سؤالك سالة ثلاثة سالة ثلاثة مشرطة الجيل اي بشكل عام سلسلاتها حلوة كامت وايد متل جير ده بشكل عام متل جير اثنين يقول وش تتوقعون لعب المرشحة للعبة للعبة سنة 2020 دوم سوشيما 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 بين الثلاثة سايبر بنك بعد شنو في علعب تنزل رزدن تيفل رزدن تيفل رزدن تيفل 3 مشكلة ثانية ما ترشحت هذي شنو تاني قيم فضايير ترشحت رزدن تيفل 2 ترشحت قيم فضايير خلاص رميكت قيم فضايير نرشحت أفضل شخصية ألعاب مطلق أفضل شخصية عندك بالنسبة للألعاب كريتس كباس كريتس بعرب كريتس وارد في شخصيات سولد سنيكي تقايل سولد سنيكي في وارد شخصيات حلوة بس بشكل سري عندنا أخونا إبراهيم 427 سؤال حق بجريت سؤال حق الأسطورة بجريت تنبيه حرق Death Stranding لحظة خلق لأنه في ناس لحظة ما خلصت الحين ليش بعد ما ختمت اللعبة شخان جاوب بدون أنا أقرأ السؤال أجل أجل المجد أتحكم فيهما أيا ما تتحكم فيهما هي فتحت مثل مو بورتل خلتهم يقدرون يوصلون حقي للعالم فهم لما يمدون إيدهم يمسكون هما يبون ينقضون نفسهم ويطلعون من المكان اللي هما فيه حرق أقرأ أقرأ التعليق اللي بعدها مطلق لأنه لك الجواب عندك أحمد أي أحمد أي ليش مطور ومتكر ريزن تيفل المشهور بالعالم بعكس مطور ومتكر سايلنت هيل ما هو معروف بالحيل مثل شنجي شنجي ميكامي هو سو سو لعبة ريزن تيفل واستمر عليه سايلنت هيل كل جزء غير يختلف أنه هذي هم تيم سايلنت اللي سوى الجزء الأول ما سوى الجزء الثاني اللي سوى الجزء الثاني هم مصاب من الخلفيات مع تلجزء الأول اللي سوى الجزء الثالث غير رعب غير بس كتيم معروفين قصتهم معروفة كتيم سايلنت قصتهم أنه انشهرت بس بس لأنه ما استمر على السلسلة يعني ما جاء بلها بأجزاءها كلها عشان شنجي ميكامي هي وايد تفرعات وايد ناس تسووا أما شنجي ميكامي كان الأول والثاني وايد أجزاء رابع من أقوال أجزاء معروف شنجي ميكامي ديفل مايكرايب بعد شنه هو طلع ولا لا لا أشي اسمح ديفل مايكرايب لا أشتغل عليه مع ديفل مايكرايش يسمى هيدي كي كامية هيدي كي كامية بعدين كنسل الفكرة ويا شنجي ميكامي سوى أجزاء الثاني وهيدي كامية سوى ديفل مايكراي استمرارية شنجي ميكامي هي اللي خلت الناس تعرفها اللي سوى سايلنت هيل هو اللي سوى سايرن بس إنه هو قصدة إن الشهرة مالتا مو نفس شهرت لأن ما استمروا يعني ما كو مخرج استمروا كل واحد يتغير فيه يتغير عندنا أخونا هانزو هازوكي ايتي فاي فيقول سلام عليكم يا شباب عليكم سلام سلام سؤالي هو هل بكيت مرة على لعبة وتأثرت فيها كلش أو موقف حزنت فيه جدا استمر معاك مدة بالنسبة لي نهاية سولد سنيك متلقية الرابع ونهاية ردد الثاني مطلق طبعا متلقية الرابع و مو نهاية بداية لاستوفوس الأول ردد كانت صدمة آخر شي بتحيد لا بس حبيت شخصية كثير حزنت 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 حسن أقول قلت لكم بالقرب راح الزلم راح الزلم بعرف عندك لاستوفوس عندي إيها موجودة عندي بدايتها هم نهايتها حزين وبدايتها بدايتها لعبة خلي تكتب شي أو ما بشيت ما ذكرني بشيت وش اسمه قاد أوف ور في لغطتين قلت دمعتك كني واقفة لغطتين لغطة الأولى لما ولدها طاح مريض لغطة الثانية لما على طول وراها لما يأخذ السيف لما طلعت لأثينة بالنسبة لي والله ودي العبار ثاني قوية تحرك عشرين لما تنزل على البي سي مرح تنزل لا بلاب بالستور شالو قذفور شالو أونلي أون بلاي ستيشن قاد جوسني قاد حكرييلي قاد جوسني بالستور شالو أونلي أون بلاي ستيشن من موقعهم الرسمي اللي هو سانتا مونيكي هذا دليل نحن أنا أضطر هرايزن حط ماكس بالنسبة لي لعبتين اللي صحي خلوني حزين بغير كرت الشاشة بدأ بلاي سور بعدين لعبتين خلوني جدا حزين نهاية منتل قير الرابع ونهاية منتل قير الثالث أطفل 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 والله كم مرة كل ليل الحين دلزيتلك كل سبوع دزلي هاي من زين عندنا أخونا حسين صفر يقول السلام عليكم في أحد فيكم اللعب سبايدر مان وشنو رايكم باللعبة كلنا تقريبا لا أي سبايدر مان أخيرة إذا آخر واحدة تقصد لعبتها وخلصتها كلنا لعبناها نار 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 اللعبة صح بس ما لعبت الإضافة ديالسي ستاهل بعد عندنا أخونا أمناتو هيرو يقول سلام عليكم يا بحوش الهوب عليكم السلام اسمه اسمه أول سنيك أمناتو هيرو كلمة كلمة أول سنيك أي أي سؤال لأبو عرب كيف تجربتك مع البي سي هل راح تستغني عن الكونسل نهائيا وكم كلفك تجميعه بي سي ناول ما استلمت اللي متى استلمت شهر ما أدري عن البلاي ستيشن لابت انت جايمينج لابتوب مو بي ستيشن هو كان تكلفني اللي هو أنا ماخذ لابتوب ريزر ريزر بلايد خمسة عشر انش اي ناين 16 جيجا رام اي 2060 الكرت الشاشة انشاء الله الهارد ديسك NVMe 512 أنا شلتها حطيت 2 تيرا خلي البسي مالك نقع وشرب ماي على هالمونصفات ما شاء الله تبارك الرحمن انا قدر ابدل كرت الشاشة هو ما هيقدر هو مهكر لابتوب بمدر رامات ما شمسل عادي هادي صح؟ انا نغير كرت الشاشة باش؟ نزين تقريبا تكلفة اللابتوب كم؟ 2000 دولار تقريبا نزين انا بغير الكيس لان الكيس مالي فكست نزين يعني هو الاسس هوراكان اللي تشدي بي سي يعني ما تغير في شي نزين قيمي بي سي اوكي ما يركب عليه إلا كرت الشاشة لفاوندر اديشن مروحة واحدة حلو نزين يعني المكان مالا بكرت الشاشة مروحة واحدة ولم تقدير تحط 1200 يعني لا لازم فاوندر اديشن اللي سير ضعيف اي عرفت والباور سبلاي يكون البلاق واحد وينك الحلقة لطافت لا لا بألم تزواصك فاهمت اي فاهمت فكلمت العرايفان قال لي ليش قال لي بدل كيس بكبرى يعني حط كيس ثاني وبدل كرت الشاشة اي الان انا ابي 2080 تي اي نزين رقم هاضي الحاجة مهني الحاجة قال لي لازم يكون يركب على الموذر بورد ما ادري شنو عقلة الاصبع شون عارف شرايكم تخلوا هذا الموضوع بعدين 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 لن الحمدين واحدة سألي سألي مو يعلمك الحمدين يعلمك سألي سألي يخوننا الجديد ريد بوكس اللي ما ادري شنو اسمه عبدالله العرايفان مو موجود معانا حاليا لكن يوظل سألك شنو اللي خلاك تنضم القناة ورايك بالاعضاء بشكل عام ومشكورين على المحتوى الراقي اللي تقدمونا وتحياتي عبدالسلم يا أخوي إن شاء الله رح يجعبك ورح نبلغي عشان يجعبك عندنا لوبو كي دبليو سلام عليكم عليكم سلام سألي شنو اللعبة اللي الناس كلها تحبها بس أنت تكرهها وارتنايت وكود وبوب جي ما ينحسبون والعكس لعبة أنت تحبها بس الناس وايد يكرهونها ويعطيكم العاخية خلا خلا أقول واشي يا كوزا ايه هذا لعبة ولعبة أكرهها والناس يحبونها سولز قبل كنت أحب وايد فيفا لحين أكرهها كرة يعني بشكل عام لعبة اللي أنا أحبها والناس ما أحبونها العاب اللي يمكن الغير معتادة اللي ما تتصورها يعني ونت تشوفوا بعض الأوقات العرب اللعاب اللي أحبها والناس يكرهونها والعكس والعكس زين أكثر شي يعني ألعاب شسمة صعبة ماضر يا أنا بالنسبة لي لعبة أكرهها والناس تحبها أغلب الناس تحبها ديفيجين لعبة أنا أحبها والناس تكرهها عندنا قد تكلم في الوطن العربي أنا من الكروسينج وفي شغل أنا في شي ما أحب الرعب والناس يحبونها أنت تدري أنك التاليحم ما جاوبت بس يلا أوكي تعطيني أنماط ألعاب هذا عندنا أخونا في راس العمندي يقول عندي سؤال ثاني هل تحبون لا هو أول شي يقول سؤال لجميع عضاء الهب هل تفضلون الألعاب الصعبة اللي فيها تحدي لك على ألعاب القصة اللي فيها مغامرة حلوة وإيش نوع الألعاب اللي تفضلونها بصراحة أنا أحب ألعاب الأكشن للمغامرات ألعاب القصصية يعني بشكل عام أنت طوفت سؤال اللي فوق لا هو هذا اللي تحت بعدين اللي فوق هو كومنتين أوكي شلو السؤال ألعاب الصعبة أي تحبون الألعاب صعبة أنا أوكي أنا أحب ألعاب اللي فيها تحدي يعني دوم صعبة وقعد ألعبها أحبها بلاد بورن حبيتها سكر يعني تغبلتها أني والأول حبيتها سولز لا ما أدري لش شنو نوع الألعاب اللي أنت تفضله رعب حلو مفايت نوع الألعاب أنا أحب الأكشن أدفانشار أو RPG RPG تذكرنا سوالف سيارات سيارات أو سياكل وكل شي لألعاب الصعبة جواب معروف أحب الألعاب الصعبة أحب الألعاب الصعبة لا تزرعصك أنت أعب لأتيني من كل دار سولز أحب الألعاب الصعبة خاصة الألعاب اللي فيها سيوف ما سيوف أوكي شاسمكت مفاهد شاسمك مفرب شنو انتفضونا الألعاب الصعبة الألعاب الصعبة اللي ما تخليني يعني أتنرفز يعني انا لعب Dark Souls 3 وصلت لمكان انه بس خلاص مليت وصقتها شنو نوع لعب لتفضله لعب الورس تشوف لعب الكمبين القصة ماضي شنو اسمه story driven ايوه لعب القصصية زين والاونلاين احب لعب اونلاين مع بعض في طريقة division تاوت رايديدة تاوت احب لعب الان ولا قبل ما كان يدري على الونلاين والسؤال الثاني يقول عندي سؤال ثاني هل تحبون العاب الساموراي والنينجا مثل سيكيرو وهل تعتقدون ان لعبة Ghost of Soshima بتكون افضل منها عن نفسي انا احب العاب النينجا والساموراي وعندي امل وعيد كبير في Ghost of Soshima نفس ردك لما اسمع عن العاب الساموراي والنينجا وعيد ناس ما يذكرون نينجا قايدن او تنشو تنشو شي ضيق انا ما لعبت نينجا قايدن ما لعبت صراح انت تحب الرعب تحب الرعب لعب لك خلنشوف شو بتسوي الرعب الرعب عشرين موب بنفس الوقت وذا مت يعيد غصدك الصعبة من قاعد رعب انت قاعد رعب انت قاعد رعب انت دي الشيط بطفو رديت ضيع ضيع اخونا الخامس فاهمني عندنا اخونا Z965C سيارة شنو اللعبة اللي ودكم تصير لها ريبوت زور ريفور دي وصل برسايتيف برسايتيف مضلق سال انتل حلو عندنا اخونا سعد الشامري يقول سلام عليكم يعطيكم العافية على المحتوى الجميل اللي قاعدين قدمونا الله عافيك يا خوي شون رأيكم بلعبة Spec Ops The Line اللي احداثها تكون بدبي نزلت على PlayStation 3 منعتها واذكرها ازيتها حربية راضي او شي اصلحة هل انا الوحيد اللي يعرفها ولا اللعبة انضلمت واذا تعرفونها تتمنون يكون لها جزء ثاني وانا مع بو فهد ان في العاب من الغلاف تكون قوية وما انسى اول ما شفت غلاف The Last of Us بالجريدة سنة 2000 وثلاثة عش وما كنت اعرف عنها اي شي وطلعت وطلعت افضل اللعبة لعبتها بحياتي لحد الان واتمنى الجزء الثاني يكون بنفس المستوى واسف على ايطالة ما من ايطالة يا اخوي Speak Ops The Line انضلمت انا عرفتها بس ما لعبتها غوايد قوية لا لعبت انضلمت كنا خلفيتها برج خليفة فيها لعب انضلمت منعت عندنا بالخليج كل شيء ممنوع بالخليج بس وايد قوية اللعبة theme ما لها حق كبار يعني كلام وال الفاظ فيها وايد مو تشذي يعني حتى قصة اللعبة ما تفع حق يعني حق كبار 18 قوية اي ما راح يتقبلوه الناس اللي بتوقعين نكون لعب كورو دوتي السؤال فهادي ما يتقبلوه اي مو نفسه مو نفسه عندنا أخونا عبد الكريم الشمري يقول هلا بوحوش الهب فيك عندي سؤالي وش رأيكم بسلسلة devil make cry نجاوب على واحد من أفضل ألعاب لها كنسلاش بالتاريخ نقدر نقول بالنسبة لي أنا وائد حلوة السلسلة بس الجزء اللي هو DMC بروحها هذا اي شوف ما لعبت كجيم بلاي حلو بس ما لعبت ومن هو أفضل شرير في الجيل الحالي ملاحظة أنا بصير فانز لي أبو فهد أفضل شرير بالجيل الحالي شرير هذا من الجيل القديم شرير بس بس أنا ما ليش قاعد زفني انت تقول بس المهم من هو أفضل من هو أفضل فيلن عندك بالجيل الحالي الحين صعب الجيل هذا لعفكر شونا لعب لعبتها عشان نشوف سكول فيس لا ما يفضل سكول فيس ما ده شنو يذي أفضل فيلن داتش 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 لا لا مودة داتش هاي شي ذاني ردد ردد ما دري والله والله موتة ما قدر أقول لك ما ما دري ما عندي لورد оф سندر كلهم 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 لا شوف ما توقعنا في نوع هو احتبال حرق آخر بوس بدو اي لا لا شئ اهدأ اهدأ داتش 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 عندنا أخونا ناصر القاحطاني يقول سلام عليكم يا وحوش الهب يا هلا بالعبي هل تتقعون الجيل الجديد للكونسلز راح يشهد منافسة قوية بين البي اس فايف والسيري اس اكس من ناحية الحصريات والخدمات من كل الجهازين توقع اي نعم وجوابنا على هذا السؤال بالحلقة لطافة تكلمنا بتفاصيل كل شيء داتش 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 رزن تيفل وفهد رزن تيفل سولز ادي اي اوكي كيفك لا ودي سلموا على الوحش والبطل والدفيع خلاصة ما صرت تفعون ما ش الوضع ضفرة العضو الخامس اللي هو انا وشكرا هلا بالحبيب عندنا مستر كورنكس يقول سامعيكم و شمات الله بركاته في مرة لعبة انزعجتم منها لدرجة تمنيتها وتكون سيئة يعني هاي بصار عليها قوي اللي يودك انه ما تطلط الله حلوة الطوط شبدك فيها ناس ويت تكلم عنها دي ام سي سيبربونك انا اغتفى وياك فح هو يقول سيبربونك متحمس من الكلام اللي جاي عليها لكن في نفس الوقت كاره اللعبة قبل ما تنزل الزعجونة فيها اي والله صح والله صلى الله على سيدنا وحيبنا محمد وعلى الله وصحبه جمعين صلى الله عندنا اي ام بي بلي انا متحمس حق سيبربونك عندنا اي ام بي بلي يقول في موقع متكرتك بعض الالعب تاخد تقييم عالي من ناحية النقات وتقييم من خفض من ناحية اللعبين والعكس وجنظركم ايش اسواب الفرق الكبير في التقييم اختلاف اراء ترى لا لا مختلاف اراء دايما متكرتك هيصير فيه مصخرة بالتقييمات ان الفانبويز يساون فيك اكاونت ويطبون بلعاب مثلا مثلا حصريات اكس بوكس عالية فانبويز سوني يساون كاونتات حصري اكاونتات جديدة او فيك يطبون باللعبات فيه بودكاست كامل على الموضوع هذا وفيه مثلا تنزل مثلا دستاندنك في وايد ناس طبوا بالتقييم ويمديش على اللعبة اللي مغيبها من قبل هو تلاقي حصري حصريات اكس بوكس معطيها عشرة فهذا هو البودكاست قبل الاخي او ارجع اثنين ثلاث بودكاستات تلاقي الحلقة هذه موجودة عن التقييم هل يهمك التقييم عندنا اخونا بداية الطريق لا هذا شنو انا وصلت هنا ميلا لو اي ميلا سلام عليكم ونحن اطلاقوا بركاته عليكم الله وبدعين سؤالي هو ما هي لعبة الجيل بالنسبة لكم قلناها تاوة والف شكرا للمجودكم المتواصل شكرا لك قلناها تاوة قد فورا انا قلت اي عندنا بداية الطريق يقول هلا بالغالين دمتم بصحة وعافية ومن يعز عليكم مشكلين على بث الحلقات رغم الازمة الوبائية بصراحة تشكروني عليه السؤال تتوقعون ان هذا اخر جيل من اجهزة الكونسل وبعدها راح يبدأ جيل الخدمات السحابية ايضا كيف تقيمون جيل العاب سوني فور هل هو افضل من الاجهاء الماضية من ناحية الجيم بلاي والسرد والغصصي ما هو افضل جيل العاب عشتوه تحملوني على سئلتي بس راح يكون جدا وفيد لبحثي ايمان مني برايكم حبه حبه اول سؤال اول شي يقول تتوقعون ان هذا اخر الجيل من اجهزة الكونسل وبعدها راح يبدأ الخدمات السحابية ما توقع ما توقع يبي لها مدة الخدمات السحابية الكونسل بالنهاية يعني لها فئة ترى دوم عمر طويل يعني ما راح ينتهي والكونسل قاعد يغنيك عن الهوم انترتينمنت سيستم قاعد يصير موسيقى فلام سؤال فاضي سؤال الثاني جيل الخدمات السحابية كيف تقيمون جيل العاب سوني 4 هل هو افضل من الاتجال الماضية انا اشوف اقوى جيل نزل حق بلاي ستيشن 4 كان 3 بالنسبة لي 2 3 و 2 كان صح طفرة الالعاب 3 و 2 لا 4 ما يعتبر اقوى جيل حق بلاي ستيشن بالنسبة لي شخصيا البلاي ستيشن 2 اقوى جيل اتلاحظ فورتر اكتر شي تكملت السلسلة تكملت الروبوتات بس اكتر الطفرة كانت الروبوتات معا الطفرة اللي كانت موجودة 2 3 ما هو افضل جيل العاب عشتو تحملون على اسالتي بس راح يكون جدا مفيد لبحث بالنسبة لي انا بالنسبة لي انا ممكن الجيل سوني 3 و سوني 4 اللي شوي بديت اهتم حق امور كثيرة من ناحية القصة وحاول افهم انا محاول افهم نظام اللعب شوني هاذا ار بي جي هاذا العب ار بي جي هاذا الشي يعني على حسن قبل كتن عبع شوائي اي لعباء على حسن القلاف بس الحين لا شوي حبتنا دقيق اخر اخر جزء من سؤاله مطلق قال شنو افضل جيل عندكم حق الالعاب السرد القصصي لا شنو افضل جيل حق الجهزة الجيل انا عندي اللي هو نسمي الجيل الثاني اللي هو بلاي ستيشن 2 لا لا سادس سادس بلاي ستيشن 2 جيمكيوب دريمكاست اكس بوكس ارجنا هاذا افضل جيل ولا عمرا راح يتكرر من الآخر والالعاب كانت طفرة بالالعاب كلها كافي في دريمكاست جيل السادس عندنا اخونا عبدالله ايمان بحثي ايمان ايمان مني برأيك طول عمرك عندنا اخونا عبدالله العازم يقول السلام عليكم الساكم الله بالخير الساكم الله بالنور بما انه وقت حضر تجول والله يكفينا وياكم شر الأمراض اخوي ليش ما تسوون مقاطع تخلون المتابعين يرسلون لكم مقاطعهم اللي تضحك او مهاراتهم وقت الحين يساعد في مشاركة الجمهور زيادة المشاهدات والمتابعين وشكرا لكم بس الموضوع عند بفايد موضوع اي شي بالقناة عند بفايد ان شاء الله راح ندرس هذا الموضوع مديره مديره مدير القناة يبينا تاك تيكة شوي شو وان شكل ثاني قلت راح ندرس الموضوع يبي خان تاك تيكة يعني شو قصده قصده ان مثلا ناصر ترشور لغطات الجمهور لغطات العضو الخابس لغطات الجمهور لغطات الجمهور لغطات الجمهور لدينا الاخونا سترينجر 1996 هذا هو صح وصلتين هل الشركات تتبع لكم والله يقول شركات تتبع لكم لا هل الشركات تتبع لكم القنوات الثانية وبالغ عندهم مراجعة لعبة واذا كان الجواب نعم كيف تحدد سعرك لا لا اول شي احنا الحمد للعلاقات اتمنى تفيدوني بما اني اخوكم الخامس خلني اردنا يعطيك العافية الخامس الشركات ما تدزلك فلوس عشان تسوي ريفيو ما تدزلك في بعض الناس ريفيوات يعطونها يعطون لعبة اكثر من حكا عشان يضبط علاقتها مع الشركة بس الشركات ما يهمهم اذا انت اتهم كم تعطي اللعبة اما يهمهم اذا انت تتكلم عنها ويهمهم انك انت تتنزل المحتوى عنها وتدزلهم اللينك ما في فلوس على المراجعات ولا مرة صادفتنا وحق الناس اللي تستغرب تقول مثلا ليش رغم معكم السبسكراي بقليل والروفيوات عندكم مع الشركات لان هذا مثل ما يقول بزنس بيني بين الشركات علاقتنا زينة نحترم قوانينهم نحترم شروطهم وماشي معنا الحمد لله مرتب طاعت عيني على سؤال هلب الجبابرة غريبي الاطوار لا بي انظر طوافته قوي قوي انظر لا لا في واحد طوافته انا سويش ديت انا اشوف غريبي الاطوار انت في شيء تبتقول ايه لانا اكثر من التعليق يعيون كلمة جبار لا يعني ما يصح الا لله سبحانه وتعالى وهذا شيء صحيح بس ايه تطلع يعني عفوية انا اللي عارفه مادري صحولي اخواني انه اذا الف ولا ما يصيرون اسمع الله الحسن اللي هو الجبار وهي انه طلعت منه ترى بدون قصد تكون يعني عفوية زياتا عندنا اخونا نيو فورف يقول هلب الشباب والله يعطيكم العافية جميعا الله عافيك حبا ان نسلم عليكم ونطلب طلب من ابو فهد اذا تقدر تصمم تي شيرت مكتوب علي ما تخلون الواحد يلعب محاق بوجريد هلب الحبيب ان شاء الله بس انت حينو وضع ما يسمح هينو تديره بكبره بسكرة كل مكان بسكره وسؤال اخير بجريد والعتيفي كملتوا نيو ولا اذا ايه وين واصلين وشكرا انا نفسي ما كملت انا ما كملت انا واصل ليه عقم السفينة البوس اللي حكركم السفينة بعين نيو ون هذا ايه نيو ون انا لا انا ما كملت عندنا اخونا مصطفى ان شاء الله سوي تيشارتات بس الوضع ما يسمح لانا اغلب المحلات بسكرة وأنا ما بصدوا اغلب المحلات كل شي موسيقى عندنا اخونا مصطفى يقول هلم بالجبابيره الغريبي الاطوار عندي ثلاثة اسئلة كم بلاتينيوم عندكم او عدد لتروفيات؟ النفسي عندي ثلاثة اربعة مثلا او مهيوني البلاتينيوم انت تقريبا مفاهد 340 أو 335 شغلة شذي مطلق نظار بلاتينا جمالي 12 ألف إيشقد معدلكم أو نسبتكم بالثانوية قول 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 أنا اليوم صريح قول معدلي كان 65 أنت كنت مغررات ملتوقع لاتولي 65 كم نقطة من أربعة ما اذكر لا تذكر شذب كان اني نقطتين قبل كان ثانوية عامة ثانوية عامة دفعتك تخصصي صناعي انا كان في صناعي انا كان في صناعي كان في صناعي بس لما 99 كان يشيلونه في تجاري بس في تجاري صح كان في ناس ما تخصصهم صناعي ايه تخصصهم هذا اللي اللي خايسين عشر سنين الفين و الفين و الفين ثانو المهم ثانوية عامة سبعة وستين او ثوانستي ما اذكر حس بوها يا مدرسة كاي روح دج داشت شي يا من نظام الغديم خلو حتى عاية سنة قاعد سنة بتنخذ سنة يا عرش نظام مطوع بمسيد دشيات علمي شان دشيات علمي اوخ شا ليبلك اربع مرات كيميا فيزيو غضاعة انجليزي كرونة شا لحول ادبي شا لحول ادبي شا لطلع الشاب اصط الله اكيد اكيد اللي يرفع اللغة الفرنسية هو عرب شم عدلك خمس نقاط لا لا الثانوية كان نقطتين ثلاثة وسبعين اطمر براء براء ما اعرف هذا عندنا احنا عندنا ما شاء الله عربت عندنا كان ثلاثة وسبعين تقريبا انا ما جابت انا بالثانوية نقطة وسبعين يعني جابي خمسة وسبعين اي خمسة وسبعين ستين فاصلة واحد انا اشتر منك كم بعد بالجامعة كم ما ادلي ثلاثة وثنين وعشرين عادي عوضتها عوضتها تعال كان ياه شنو دشيت انا وعلمي انا بالثانوية بعد شسما انا وصلت لي كل مادة اخذه مرتين كل مادة بالثانوية اخي يمتأخذه مرتين جزي كمل والجزء الثالث من سؤالي يقول وكيف وكيف بحق الجحيم تعرفتم وصلتم اصدقاء ترى لو تلاحظون كل شخص مختلف عن الثاني جذريا خصوصا ابو فهد ابو فهد قصيت علي انا باسترام اجتمعنا ما عابتنا في الساربوكس لا 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 صادني صادني حدث حدث سوينا قبل بطولة اي شانا اي باتلة اعرفت انا بعرب ما دل شون تعرفت بعرب انا اذكر كان مكتب قبل محميد كان مسوي اجتمع كان محميد الكل بالكل مسوي اجتمع لا بالمكتب ايه بالمكتب انا اول ما دل شيت كنت بعيد عنكم كنت عارف حسون من 2009 كنت عارف حسون كنت عارف حسون يالي هو قا يقول انا عندي موقع ابي احد يمسوكه قلت لا انا ما عارف كنت عارف كنت عارف بس يعني راح اعطيك شغلة انت بعدين كمل عليها قال يدش على قريت انا كل شي قلت خلاص يالله عطني الموقع عشان اقدر احط لتصميم كل شي بس منها تقريبا ستة شر انا يعني كل بروحي مع حسون واول اجتماع شفت شفتكم شفت مطلق انت شفتك انت بدوانية ايو ايو ها ايو ايو اول ما شفت تعارف تطلب من موقع اي باي قلت ليا عارف ابي هاضر ابي لصغطين اول ما تعرف عليك اول ما تعرف عليك مصلحة يعرفني مصلحة اطلب له اشرة زراث ارتبوك اذكره اللي حب ما عطاني فلوسة ولا لا حقيقة انا انا سويت شي حق شخص ايه لش ارى الشي فشاف مطلق وكان ابي منك شي من الف وتسعمائة واربع من سنة شن الفيروس لحق دامة الفيروس يعني قبل هذا سارز سنة طعوة تعني اكلمني بالشي اسم الخاص قلت لأفكر ونعطيك خبر واو عندنا اخونا كيو ايت كيو ايت تقول سلام عليكم يا وحوش الهب والله انكم سعادة والله يوفقكم لا بالحبيب اجمعين يا اخوي سؤالي شنو افضل تصميم شخصية عندكم وسؤالي ثاني من متى تعرفون بعض والله يوفقكم اجمعين يا اخوي السؤال الثاني جابنا عليه قبل شوي من متى نعرف بعض افضل تصميم شخصية بالنسبة لي دانتي انا احب دانتي قادة فورت تصميمها حلو اذا عرب اشي اسمه جول لا اصلاف اس صح تصميم تصميم اوكي عندنا اخونا عبدالعزيز الحبل اخوه سلام عليكم يا وحوش الهب شونكم عساكم خير بخير طول عمرك اول سؤال لبعتيبي خلصت اوري ولا بعد لا والله بعد هذا اشتري ما يخلص اي اعم زمان انا بسؤال ثاني لبعرب بما انك كينغ الاخراج شنو افضل الالعاب اللي شدتك من ناحية الاخراج بالجيل الحالي ادري 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 راح يقول صح مو بس هي في عندك جيل الحالي اخراج اي اخرجوها عدل يعني بعد شنو فيه العاب ردد ردد اخراج حلو ماضي ما لعبت اخراج فيها مالي خلق العب ممكن شي ردد رايخ انزين السؤال الثالث لبو فهد شنو رايك ليل حين بلعبة نيو تو هل فعلا في فرق عن جزء الاول لا حلوة بس ما تشوف فيها فرق وايد اسلحة غير شوي الامور غير قصة القصة تفاجأت انها هي تشوفوها بس بشكل عام مشابه بس اللهم في وايد يعني اللهم في الأول مرح يختلف على شي كبير أشياء بسيطة بس الفرقية حلو وأخيرا وليس آخرا بجريد هل تشوف تغيير الشخصية الرئيسية بياكوزا 7 خطوة ممكن تأثر سلبيا على السلسلة نعتذر على الإطالة يا الربع عساكم على القوة والله يحفظكم جميعا ويحفظك يا أخوي مطلق أشوف أنه إيه لأن ليش أنت بنيت شخصية كيريو على كم جزء ستة على ستة أجزاء ستة إيه سبعة زيرو بعد منون لي سكس يعني الناس وغير الجزء على الجانبية فالناس حبت كيريو حبت ما أجي ما عرفت فالناس عرفت قصة كيريو وشخصيته وشذي أنت حينك عتعطيهم شخصية يديدة أنا من الترايلرات شفتنا شخصية حلوة شخصية زينة بس لحين ما ستعرف لما تلعب اللعبة وتشوف شنو طبعا نحن ما نقدر نحكم إلا لما ممكن ينزل جزء ثاني حق هذه الشخصية وعلى طاري نيو ضافوا شغلات زيادة لا ذكرت ذكرت شامس لا أظنم ذكرت بالهواش أو بالطيق ورا المحاول هواش زاده حركات معينة مع الوحوش المعاكلة الابلتي اللي عندك تقدر تطلع شغلات فهذه الشياء شوفها لعبها حلوة شوفها لعبها حلوة عندنا أخونا الزميل يا أبو فهد ما الفرق بين SSD و HDD تكفى جاوب SSD أسرع و HDD أبطأ انتهى انتهى طال عمرك لحظة صح هو مو بس هذا الفرق هو صح كلنا نتفقنا صح بس مو بقى هذا زين ليش HDD يطلع صوت والS SSD هل أنت أصغر؟ لا لا هذه خلط عندنا أخونا علي A.M شلونكم يا أساطير بخير بقول عمرك ليش البعض يقول Half-Life لعبة غيرت مفهوم الFPS Half-Life قصة صح قصة صح يعني تعتبر من أفضل أو من كلاسيكيات العاب الFPS لا مو أفضل من من دوم ووفنشتاين دو كنوكم دو كنوكم بس هذي 21 وفوق اللهم ايه لو نزلت متل غير حاليا هل بتسبب نفس الضجة اللي سوته أيام الPS1 لا لا أنا قدمت شيء يديد مو يديد لا مو يديد مو يديد طريقة يديد ايه قدمت شيء بطرقة يديدة إلا إذا سأولك شيء هنا بطرقة يديدة الحين يمكن قوله أنا سببه بوقتها قدمت قصة ما في أي لعبة بالدنيا قدمتها وقصة ثلاثة كيف تعرفتوا على بعض جاوبنا على السؤال قوله شوي جابت Halo 4 جابت شيء جديد ما فهمت لعبة Halo 4 ايه أوكي جابت شيء جديد ما فهمت هالجزء يوم سؤالك ما عليه سؤال رابع Halo جابت شيء جديد هل جزء رابع فيه شيء جديد فيه؟ لا لا مو جزء رابع سؤال رابع سؤال رابع هالو عضرتنا الشخصية للشتوري مع الماستر شسمه؟ ماستر ريس ماستر ريس ماستر ريس اعتدر علي طالة وإن شاء الله النجاح انتم ما جاوبتوا هالو قدمت شيء جديد قدمت ايه قلت أنا بالشخصية أن التطور شخصية سلسلة هالو كلها هل فيك؟ أهوان الجزء الأول شنو الجزء الأول شنو قدم؟ هيلو الجزء الأول شنو قدم متل جير قدم شيء يديد هيلو شنو قدم شيء يديد أنتم مراضين تفهموا سؤال ريال شعنا تجاوبون بلها شنو الجزء الأخير قصده هو؟ ليس كذلك ما قال أخير هو قال بس هنا رقم 4 سأال الرابع انت ما حنش على الرابع ها يعني بشكل عب بشكل عب بشكل عب الجزء الأول أنا مو لاعب أكسبوكس ولا حمز من الأول، من الأول قول، ريال نتركها لها عبالة بتجاوب استرع استرع أخي شو ينطر أنا ملعب هيلو، بس اللي عارفها إنها شخصية ماستر مطبخ وكيل وكيل لها باكستوري حلو شخصية تقوي عندنا أخونا العيباني يقول سلام عليكم شلونكم شاخباركم عليكم السلام عليكم السلام بخير الحمدلاليد قول بعمين عندنا أخونا كيلينغ تايم كيلينغ تايم يقول لMakeES ابو فهد يشبه يدي يمكنني هو يدك بصنش ما عادري ما عادري ما يميجاوب بعد يمكر يخلق الشمه هربعين الله على الجواب عندنا كيوشي تيييييييييييلي كيوشي تيبي أفضل ثلاث ألعاب لعبتوها ب2019 ردد Redemption 2 God of War Resident Evil Remake لا بالنسبة لي لا مو أفضل ألعاب ب2019 أفضل ثلاث ألعاب Resident Evil 2 God of War غذة ألعاب غذة ألعاب لعبتوها ب2019 18 18 18 أوكي لعبتوها ب2019 ما ما ذكر Death Stranding Resident Evil 2 صح Death Stranding مو رزن تيل مو رزن تيل رزن تيل بل تو سكره 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 أنزيل عندنا أخونا سالم أحمد يقول سلام عليكم يا أساطير الهب عليكم سلام عليكم عشاكم بخير وأنتم صحة وعافية أبغى أسألكم إيش أفضل ثيم بسلسلة Metal Gear بالنسبة لكل واحد منكم شنو قصدك بثيم موسيغة 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 كل جزء ل Love Thiem Love Thiem موسيغة موسيغة Love Thiem اللي هو مال الرابع الرابع موسيغة الرفاعي يقول سلام يا أساطير عندي اقتراح بسيط مفيد جدا اش رايكم تسوون تقويم رقمي للألعاب المعلنة عنها في السنة مثلا عدد الألعاب المعلنة تاريخ إصدارها يتم وضعها في التقويم مع العدد التنازلي والتاريخ يعني سويها شي بالانستجرام وننزلها في تويتر اللي هي ألعاب الشهر مثلا ألعاب شهر بريد ألعاب شهر ماي مايو جولاي هو ماي غير مايو أوغوست زي خلاص مفيد خلاص والله العظيم ستة الاف تعليق باقي مفيد قصد أن تحط نفس كالندر جوجل كالندر أي واحد يديش عليه تشوف شنو عندنا بعد شم شهر مو بشهر العقلية تفرق ها تكنولوجيا أدري شن بيقول لك أخوي بيقول لك شوف لها بهذا الرأس عندنا أخونا طلال يقول سؤال أخوكم الخامس أتمنى تتكلمون بيوم عن لعبة سلاي كوبر خصوصا إنها مظلومة عندنا أو ما هي معروفة إن شاء الله رح نتكلم عنها سلاي كوبر أول جزء نزل 2002 2002 باي ستيشن 2 باي ستيشن 2 سلاي كوبر وايد يعني صار منها كوميكس وصار أجزاء وايد ولعبة معنها بسيطة على فورت هذا صعوبك فيتا مفاهد باي سبي فيتا موجود بس على الفور ما في سلاي كوبر تتمنى أن يردونها الأرت وايد حلو فيها الحركة والشذي وايدها واللعبة وايدها واللعبة السؤال الثاني ليش ما أشوف أحد فيكم يتكلم عن المصارعة عن العروض أو لعبتهم شكرا لكم مقدر جهودكم وأحبكم الوحيد فينا الحاليا اللي تابع المصارعة للحين اللي هو كيمو أي تقصد عن ألعاب المصارعة بكل واقعيا نتكلم ما فيها شيء دي يعني كل ما له بس المصارعين يدد قاعدونهم سيستم نفسه لعبة شفنا المواصفات الأخيرة للبلاي ستيشن 5 والأكس بوكس أنهم راح يشغلون الألعاب من 60 إطار إلى 120 إطار 4K وشكرا لكم وتحية خاصة للأمير عبدالله نجف وجميع أوضاء الفريق وعقلة الأصبع معهم سؤالي هذا إذا كان أحد منكم أو من المتابعين عند الرغم الشديد بالبي سي هذا وقته لأن الأسعار رخيصة جدا جدا خصوصا كروت الشاشة مع الأوضاع الحالية الله يحفظنا وحفظكم بحفظ الجميع اللهم آمين أنا بالنسبة لي أتوقع البي سي راح يطور أكثر نفس ما هذا يطور هذا يطور البي سي راح يتم طايف الكونسلس بشكل عام أثنين هم راح ينفسون بعضين يعني في منافسة مستمرة أخونا عبد المعين الزبيدي يقول أسعد الله وقاتكم كل خير سؤالي لكم أتمنى كل واحد فيكم يجاوب إيش أكثر شي شتكم شخصية كريتوس بآخر لعبة والتغير اللي صار عليه وتشوفون أفضل أو لا ويعطيكم ألف عافية الله عافية شخصية كريتوس تغيرت بشكل كبير إنه هو صار يعني تغيرت شخصية من اللي كله عصبي ويطق وهذا إلى شخصية راقدة هاضي ماسك كله ماسك وصار أبو وقاعد يعلم ولده كتوم لا كتوم لا هو إيه كتوم صح انت سحبت سحب أقلت شنو بتقول اللي بمكن ما قولها تقلت شخصية تغيرت وهو شي ويت زين يعني عادة الخطوة والجريئة هذي يمكن فينها سوائد ما يتغبلونها بس عرفوا إنهم ما يسوونها صح بالعكس التغير هذا كان وايد حلو شخصيته عندنا أخونا عزوزي عشرين يقول سلام عليكم يا أساطير اليوتيوب سؤالي الأول كينغ مطلق أتمنى أنك تختار ألعاب روح بكفيفة ومدتها حلوة وتنزل عنها تختيم في القناة وبما أنه عندك الآن بي سي تقدر تحمل ألعاب روح بكثير أتمنى تفكر في الموضوع يا أسطورة الأساطير السؤال الثاني للحب محمد ليه في برنامج أقوى خمسة مو حاط موسيقى خفيفة في الخلفية وإنت تسولف بتضيف شعور حلو للحلقة ولو تكون موسيقى اللعبة اللي تتكلم عنها شي بطل صح إن شاء الله حاضر ولهمك والسؤال الثالث حق توئمي في البدليات بفهد لازم تسوي لنفسك برنامج في القناة عادي نزل شرح تروفيات نزل شرح رقصة الوردة والله لا 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 أخوين الموضوع هذا يبيل الدراسة أنا عندي الموضوع خلنا كمل جزئية السؤال هذي نزل كيف تصبغ شعر لحيتك المهم لنشوف لك برنامج في القناة وسؤال أخير للوحش الهادي أبو ضحكة توسع صدر أبو عرب نفس نفس مرتين كاتب ما قلت حق أبو فهد نزل برنامج في القناة أي شي عادي حتى لو برنامج يوغا المهم تشارك وآخر طلب أتمنى أي لعبة تتكلموا عنها في البودكاست تحطوا صورة اللعبة لأن كثير ألعاب حلوة تقولونها صعب أحصلها ملاحظة صغيرة الآن لما تنزلوا مراجعة حق أي لعبة هل تختمونها كاملة ولا تقولوا انطباع فقط آسف على الإطالة وشكرا يا حلوين إذا كان ريبيو لازم أخلص اللعبة إذا تقييم مع رقم هنا لازم نختم اللعبة إذا انطباع تجربة اللعبة يعني نطوف النص اللعبة نزل بالنسبة لبرنامج بروحي ما أقدر ما دي أنا حس تقدر تقدر إذا بطلع بروحي أحس أني بوائد رح أطول وحضيع الدنيا ما يخالف ما يخالف خلاشو يصير خير موضوع درازة أخوي درازة معرب موضوع الصور حاول الألعاب الغريبة تحط لها صور مو مثلا لعبة لاستفاصل كل يعرفها الألعاب مثلا اللي قلت عنها تقع تلعب اللعبة الصعبة هذي ما شو الأول شي جي تي افو هذي مثلا حطوا صورة مثلا غالها أو شي عندنا أخونا ديكس ديكس قل السلام عليكم يا عضاء الفريق عليكم السلام وش أفضل لعبة لعبتوها في 2019 سؤال الجميع سؤال الجميع وش رايك بلعبة كينغدوم هارتس ثري وجريد وبعتيبي وما رأيك سلسلة جراند شونا لعب كينغدوم هارتس ثري هو الوحيد لعب الأسوأ من الثلاثة أجزاء الرئيسية كينغدوم هارتس وان وثري الأسوأ فيهم حلوة لكن الأسوأ تعتبر وجريد وبعتيبي ما رأيك بسلسلة جراند ماكو أحد يختلف على جي تي اي أنا أفضل هذا شيء سوء ثالث أنا الرابع غران فيف أوتو نيكو بالك غران فيف غران فيف هل ترى أن لعبة آخر شي تي سؤال الجميع هل ترى أن لعبة رزنت إيفل 2 ريميك أفضل لعبة للسنة بالنسبة لي لا بالنسبة حق مطلق إي وش اللعبة موسيقى شفتها شنو وش اللعبة موسيقى شفتها سؤال الجميع وبجريد تشوف مستوى الألعاب ينحدر لتحت وصارت سيئة لا لا بالعكس صح بالعكس بالعكس بالحين قاد تتحسن اللعاب خصوصا اللعاب اللي هي العاب الغصصية قاد تتحسن وانت وانت لعتيبي تشوف هالشي ولعبة لعبة وش توقعاتك لها توقعات الجيم بلاي فيه تطور وايد كبير لكن قوة القصة مو نفس قوة الأول للجميع أبو عرب هل تشوف انشارتد رائعة وأحسن اللعبة من ناحية اكشن والألغاز انشارتد من ناحية الغاز الغاز بسيطة هذه هاي واحد يقدر كأكشن لعبة جبار انشارتد ما عليها كلام مغامرات سؤال هذا لجميع أعضاء الفريق وبس ما عطلت انشارتد وبس ما عطلتكم شكرا لكم واستمروا في تقديم أفضل والسلام ما عليها خلاف انشارتد أفضل أكيد أتمنى لها جزء دي ان شاء الله عندنا أخونا علي فراس يقول يعطيكم العافية شعب جميعا الله يبعد عننا وعنكم مرض الكورونا سؤال لكل أعضاء عن نفسي راح أخذ كل جهزة بس فور أول شي بس فور اللي راح يفرض نفسه أتوقع بلاي سيشن فايف لأن أغلب الجامرز يدورون مو الكواليتي يدورون السرعة بما أن هم تكلموا عن سرعة الجهاز وحكم واي سري أتوقع أن الألعاب هي الفاصلة طبعا بس كجهاز أنا أتوقع بس عندنا مايسترو 8 يشريكم بيأخذ فور هذا أنا يمكن أخذ بلاي سيشن 2 دعلا أنا بيدريم كاست أخوي عندنا مايسترو 8 يجريكم بلعبات راييمان لجنز راييمان لجنز حلوة كل العاب راييمان حلوة حتى العلم مو بس صعوبة فيها صعوبة أنصح لأتيبي فيها بشكل خاص لأن كل موسيغة داخل أحسام الثانية باختصار لعبات يبلك السعادة لا صح لعبها وموسيغاتها وائد حلوة شنو أحسن فيلم عندكم تشيندلرز لستانا فيلم وران فيلم الترفيدي شوشان كردمشن بالنسبة لي شوشان كردمشن أحسن موثل بالنسبة لكم البتشينو 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 دنزل واشنطن بالنسبة لي دنزل واشنطن فارق الفيشاوي عمر الشريف شو اسمو على اللي طاق اللي طاق تحية كاريوكا اسمو علي يا سي لا عطي دولة صج أحبه تحية كاريوكا صجعة حبه أحبه عمر الشريف لا 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 أجانب أجانب بسنا أنا أحب هذا اللي طاق فيلم فيسوف جون ترافلت جون ترافلت شايف والله عطي ما أحبونا الشياب أنا اتوقعت يقول كلينت اسوود ويصار حاب لا بالعقس أنا من العشاق اسمو علي ياسين و حانفي وش اسمه عمر الشريف عمر الشريف عمر شريف عمر شسو تحية كاريوكا تحية عندها بتقولها بسو استيعي وهاي دمتني ما عارفة ساميهم اندرستم اندرستم هل في خطط لسلاسل جيدة في القناة وتوقعاتكم لها السنة بالنسبة لفيديو جيمز سلاسل جديدة ان شاء الله بس خلص من موضوع الكورونا عشا واحد يقري يفور قلنا كله بويسوف وراح نتوجه الوضع شوية صعب بفترة توقعاتكم هالسنة لفيديو جيمز للحين الوضع جدا ما يبشر بخير في اشي قاعد تأجل من افلام مسلسلات وغيره فتوقع شاهد رايحوش لبعض للعب وين تشوف نغانات له بعد خمس سنوات قانا ميديا اوتلت اخباري اد الدنيا ان شاء الله ان شاء الله لو سمحت ولي طلب اذا مكن تسوي فيديوهات قملي للعبة تسكر هذا اذا مو بتختيم بيكون افضل ما اعتقد حتى لو انا بسوي تختيم لو بسج من البيت صعب لان عندي الهال ازعاج ولي وشيف ما اقدر تكلم ما اقدر خليت لو ما اكو الفيديو ما يفعل لكن الصدق لعبة جامدة عشر من عشر من كل نواحي لدرجة اني عدتها مرة ثانية وبعد ما خلصتها قمت آخر كل شي خلص اللعبة متشارتات ومقز وكتب صدق لعبة جبارة سمسة عن ناس كويسة لو في جائزة افضل مطور او ناشر للجيل الحالي من بتصوت كابكم ناشر ولا مخرج ولا شنو شركة شركة ومطور شركة وغير شركة 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 شركات اللي قدمت لعبة واحدة فغط خارج التصويت اصلاحنا ما صوتنا سكايرو ملا ذوي تشار سكايرو سكايرو بشكل مستمر كل ثلاثة واربع سنوات او توقف رايكم نوال جزين واحد حلوة واتمنى اذا بي نزلوني يغدمونها شايدين انا صح ليش ابو فهد ما لعب ساسن كريد اوديسي الاربع شهور الماضية ما نزلت العب كثير شاريها شاريت اس ما لعبتها لان حتى قلت لك يا تبا لعب اوديسي انت ما شلو كنت قلت لعبان لابة قلت لتطالع من هالمود صح تلعب لعب ثاني صح ودودها عندي بس بعدي ما شلو عندنا بوادل يوبه سامعيكم يا حوش عندي سؤال حق مطلق شخبار مستر شيك داون هذا بيأكوزها صح بيأكوزها صح بيأكوزها البلية اللي يبوك فلوسك عرفتها انا قمت نحاش منها لعن عندنا أخونا بلاك آش قلها لبلوحوش والكيوت أبو فهد يالا مرحب مخي في لاك بس حبيت أشارك وأقوله بعتيبي على كثر ما مزحت في الأو س تي حق أوري يا لطيف بس دمار والله إنك ذوق يا بو شنب هلا بالحبيب تسلم عندنا أخونا عبدالله باجبة عبدالله باجبة أنا أعتذرق أقول اسم غلط هلا بفخر العرب تسلم يا أخوي سؤالي هو هل يفرق معكم لعب لعبة جديدة وقت صدورها عشان تعيشوا الهايب مع الكل حتى لو منتم متحمسين ولا ما عندكم مشكلة إنه يفوتكم الهايب إلين ما تتحمسون تلعبوا اللعبة إحنا مشكلة إحنا مشكلة إنه لازم نلعب اللعبة بأول ما تنزل عشان نسوي ريفيو عشان نلبيتي الله الله أهل ريفيو أنا بالنسبة لي عادي اللعبة بعد سنتين طايف على اللعبة مرطاني بعد مشكلة عندنا أخونا سارو وفكاي يقول سلام عليكم جميعا عليكم السلام سلام يا رحمة هل تقبلون انضمام عضو للقناة تكون بنت إحنا ما عندنا مشكلة إذا كان بنت أو ولد إحنا مو عنصريين أبدا أما إذا كان العضوي عنده موهبة نقدر نستغلها بشيء معين فما عندنا مشكلة صح عندنا أخونا عابر سبيل يقول مساكم الله بالخير يا ربع مساكم الله بالنور سؤالي للكل أبي كل واحد منكم يطلع سلبية وإيجابية لشخصية كل واحد شخص منكم وبس والله يعطيكم العافية يبيلا يبيلا بجابل بفهد بفهد إيجابية إيجابة للشغل سلبيتة حنون أبو عرب إيجابية بالشغل 100% سلبيتة يسحب على زلفك سلبية أبو عرب بتكلمه الواتساب يريد عليك بعد سبوع فجأة أعتيبي ما فيه إيجابية كله لايم لا أعتيبي إيجابيتة بطالي مو بطالي إنه إذا سوى فيديو ولا شيء يعرف شون يتكلم يعرف شون يربط الموضوع حتى لو ما يعرف بالفيديو اللي قاعد يقوله ما يعرف الموضوع رح يفتش نفسه أدارك أدارك موضوع سلبيتة شنبة لا لا سلسل شنزليت سلبيتة وايد دراما أعتيبي بس إنزل إيجابية مطلق أطرنا 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 لا لا إيجابية مطلق فكارو حلوة ساعات يفكر بشغلات يعني ماتي على بالنا ساعات بس إيه ساعات إيجابيتة يرفع الضعر هني ويقطنا إحنا بحر يعني شون شون أقولك خلاص أنا ترى اتفقت مع النفس أنتوا رح تسون شي 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 بروحة 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 يتفق ما يقول حقه بس شنو في سبيل القناة في سبيل راسك في سبيل راسك مو القناة هذي إيجابيتة نعم عندها سلبية بعد سلبية بعد يقول قول أعطي إذا ياري المكتب وناين السلبية ثانية كلها منفس كلها منفس إذا يأكل مكتب ولا يمكن أخوي الخامس تقعد شوفني منفس أنا كلنا قعد أضحك وطغي شمر خل نطق الأوف مالة التسجيل أصور لكم تليفوني على يوم والله نوضعه بس إن زين عندنا أخونا عبداللطيف القواندي يقول سؤالي للكل وحقبه عرب بالتحديد إذا ناوي أسوي ستب يكون في كذا شاشة وهل ممكن أني أدمجهم إذا بلعب سوني مثلا وشغلة ثانية في شاشة معينة تنصحون فيها وشكرا يا وحوش الهب عندك بعض كن في شاشة كذا شاشة يضبطهم كله مع بعض يصير عطلو بلعب بلايستيشن بلايستيشن يصير نا هذا حق البي سي أنا بس أعرف لا البلايستيشن والريزولوشن 1080 أو 2K أو 4K يعني يمين يسار رح يصير أسود عندك صح عربت أو يمكن يسوي لشاشة يمضط للشاشة كلها في شاشة معينة تنصح تنصح فيها بينكيو أحسنت شاشات عندنا أخونا The AQ يقول سلام عليكم أول شي حاب أشكركم على مجهودكم الجميل تسلم يا أخوي وعندي سؤال لكم حاب ألعب سلسلة كاسلفينيا بس ما أنا عارف من أجز أبدأ في واحد نصحني كاسلفينيا دون أوف سورو شوف ترتيب القصة أنا مو عارفة بالضبط إذا تلعبها بتسلسل القصة بس تقدر تدش موقع اسمه كاسلفينيا ويكي يشرح لك شون الأجزاء لثيرة تلعبها بس أن دون أوف سورو يا ثاني أو ثالث جز أو اكتب كاسلفينيا تايم لاين يطلع يطلع لك صور رح يحول على كاسلفينيا ويكي عندنا أخونا نايف الشريف يقول سلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم إن شاء الله بخير بخير طول عمرك الياكوزة وجريد لعبتك ياكوزة جدا 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 جميلة ومدهشة وقاعد أختمها بجز اللي هو وزيره ما قلومك يوم تمدحها فعلا لعبة جميلة ومظلومة أعلاميا بشكل فضيع هذا شيء أثبت مدى قوة ننتندو الأعلامية على سيقه فإن لعبة ياكوزة ما تنشهر عندنا قد ما هي مشهورة في اليابان بس في لك سؤال شاطح شوي بعيد عن لعبة ياكوزة ليش تكره لعبة ردد ما أكره لعبة ردد ما أكرهها بس أشوف أنها خذت هايب وايد عالي وجهة نظري يعني أن روكستار كل ألعبهم عالم مفتوح ونفس الشي يعني نفس النبط هذا كابوي هذا ما دلش زوجنا في إضافات كثيرة لعبة ردد أنا وما نزلت خليتها وخلصتها اللي ما عجبني أنها أول 20 ساعة ما لها داعي إيه أن البلد ما لها بطي أول 20 ساعة ما لها داعي بعدين تبلش الغصة أما ما أكره لعبة ردد كل شيء يقول أحترم رأيك لكن أحسك الوحيد اللي تكرهها بين البقية والسؤال إلى الموسيقي بعتيبي في حلقة ألعاب مظلومة إعلاميا أنا غلط وقلت أن مثل جير 5 The Phantom Pain مظلومة إعلاميا وهي بالعكس ما هي مظلومة أبدا صح ما نظلمت إعلاميا لكن اللاعبين سفلوا فيها وكثير من الناس اللي أشوفهم يكره الجزء The Phantom Pain ويشوفونه سقطة في تاريخ السلسلة مع أني أبدا ما أتفق معاهم اللعبة كانت جدا أسطورية ولا أنت شو تقول أنا أقول أن أنا أتفق معاك اللعبة أسطورية لكن من الأضعف من بين السلسلة بس عطتنا شي ناقص بالقصة اللي إحنا كنا وايد نتسائل عنه عطتنا إياه كقصة وكل عام أنتم بخير مناسبة عيد ميلادك يا كريتوس العرب الله يساوي بفهد جلاد بولد اسم بولدر اللي ألفه بفهد المشهور أيضا بكلمة ماهو 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 سايد سوكله وسؤال والله مايش قاعد قوله يا أخو أبدا بفهد قاعد شي بس أبدا أنا ماي نقول أشياء أبدا ساها بايخال وسؤال أخير للجميع من أفضل الجزء الأول من متل غير ولا الجزء الثالث وتحياتي أيضا الثالث بقمعي نقاش وتحياتي أيضا لبعرب من لك الأخراج والهدوء الله يرزقني طولة البال اللي عنده وشكرا لكم جميعا وآسف علي طال الله وسامحوني ما من طال الله عندنا The Hub Fan كورونا The Hub Fan سابقا كورونا حاليا سلام عليكم شونكم يا وحوش الهب خير والحمد لك إن شاء الله بخير أنا شفت موقع أعطاني ترتيب لسلسلة مثل غير بس أعطاني أكثر من عشر أجزاء يعني حتى الأجزاء الغير مهمة موجودة أنا أريد كم من المطلق تليفوني قاعدك ألعب المهم أو المين شونو لازم ألعب وشونو الترتيب شكرا لكم أما ثمان أجزاء المين ثمانية بتبلش بمثل تبلش بمثل غير 3 بعدين تبلش بمثل غير Ground Zero ثالث ثالث بعدين Portable Ops بس هم قصة يعطي عن Gray Fox وعن Campbell بس مو أساسي بس هذا لازم تلعب لانا راح تشوف الشخصيات هذي بعدين راح تلعب شيء راح تستسع عجزة مع بورتبل شاسمها بيس وكر بس بعدين Ground Zero Ground Zero بعدين Phantom Pain بعدين أول جز Metal Gear Solid بعدين Solid 2 بعدين ماذا اسمها Metal Gear Solid Metal Gear 3 ما قلت أنت Metal Gear 3 قبل الأول أي 3 3 3 الأول بالتاعملين الأول بالتاعملين سناكيتر بلا أول واحد يلعبها هو نزان بعدين مثل ما قلت Metal Gear Solid اللي هو علامة ساكس بعدين Solid 2 تشنا Metal Gear 2 Solid Snake اي نزان بعدين يبلش جسم الأول على PlayStation 1 بعدين 2 بعدين 2 رايتن بعدين الرابع اه ترتيب هما تسع إذا بتحسب portable apps تسع جزاء حلو عندنا أخونا عمر فاروق يقول ما معنى كلمة الهب قلناها هذي قلوها انت اللاعبين أو ملتقى اللاعبين أو مكان الانترتيمنت فهذا السبب لاختيار اسم القناة أو اسم الشركة نفسها الهب 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 اللي يمع اللاعبين ايه المكان اللي يتجمعون فيه اللاعبين الهب يعني والله أنا وين رايح والله رايح الهب راح تسمع كلمة الهب بشكل عام ايه أساسا ذهب بالانجليزي احنا خوالناها عربي كحركة الهب سويناها عندنا اخونا راكان 2014 ليش ما يكون في الفريق واحد يتابع انيمي علشان يوم تجي العاب انيمي يكون هو المراجع لها داري ان العاب الانيمي مرة كثير العكس ترى وبس مشكورين على الحلقات والمجد دوم انطالع انيمي دوم اتيرنل دوم اتيرنل بس يعني مو نفس قبل ما كنا نطالع وايد فاحنا اللعبة اللي توصل لنا من الشركة الفلانية مثلا ما نعطيها الا للشخص اللي نشوفه مناسبة انه هو يسوي لها مراجعة او انطباع عنها عندنا اخونا مالو هيلو يقول السلام عليكم كيف حالكم يا شباب ان شاء الله طيبين سؤالي لابو جريد وابو فهد وشلون خلصت سيكيرو صراحة اللعبة مرض انا ما خلص على الحين طلعت شي بطريجي اللي هديت اللعبة ورح شي ثاني مطبوة شي كما برجع لها مالي قادر وعد شي كما برجع حق سيكيرو مالي قادر بس حاطي بالي وقلت لك انا رح ارجع مرتلانة يكملها انا اقول والله وقف نيو لا 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 مالي كمان نيو 2 خلصة شويت زي زي ليش بالطقري بحذف المايك عليك بلان نيو برجع ان شاء الله حق نيو واغير شوي السلسكيم اني ارجع سيكيرو ان شاء الله بكمل سيكيرو ارجع اللعبة بالاول انا لعبتها عشان تحدي اي تحدي بيبوا يعتبي ولعبتها وصنلت فيها عشان شذي اي وبس هذا هو في اربع كومنتات تول حين فرش خلنا قرأهم عندنا اخونا عبدالعزيز الزعب يقول سلام عليكم يا شباب يعطيكم العافية الشغل الطيب وقواكم الله انا عندي سؤالين الاول لبج ريد شلونة بلش لعبتي اكوزة ملاعب ولا جز زيرو كوامي زيرو كوامي على الارقام صح زيرو اوشي بعدين كوامي كوامي تو بعدين ثري فور فايف كوامي يعني ون كوامي تو اللي هي الثاني يعني زيرو كوامي كوامي تو ليه السادس الثاني اقدر العب جيرز أو فور فور اذا انا ملاعب الاجزاء اللي قبلها ويعطيكم العافية لا نهائيا لا كقصة رح اضيع ما تدريش السالفة منه البطل اللي انتقعت تلعب فيه ما رح تدري منه اصلا عندنا اخونا جوي تي يقول اش صار على الفريق السابق ما صار شي جاوبنا 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 وايد على هذا الموضوع شنو تنصحوني ألعب بهالفترة بما انه حضر وماكو شي نسوي دوم انم الكروسينج ديو فرسونا فايف فرسونا فايف راح ممكن يعني فلص الحضر كل ألعاب الشهر هذا غوية ألعب 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 اي شيء اي شيء اي شيء عندنا من أخونا ملوتة سلام عليكم دامة في موضوع مأحد بسأل في فهد كما مرة ختمت بلود بين ويعطيكم العاوبي بلود بوروز لا عشان بلوتين لازم تلعبها ستة وثلاثين مرة لا لا خمسية وهربعة وعشري لاحظة يو salute عشان بلوتين لازم فيه فيف مرات بلس 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 الوام اا عادي عنده چرى بليس بلس شيء بسيط موفادي لزان بس هي لعبة مرة واحدة لعبة بشكل عام مرة واحدة ما عدتها مرة واحدة بس عشان بلاتينة وخلصت بلاتينة بعدها هديتها لعبت الـ DLC ووقفت بس بس تركته بس هذي كانت المشاركات اللي عندنا بهذه الحلقة الموضوع كان اسئل فريق يعطيكم العافية حك كل أشخاص اللي شاركوا وترقبون إن شاء الله بموضوع يديد بالحلقة الياية ومعاكم ما شفيني اللي احنا وقف باكم على الكمنتاج ما دري كان معاكم بوعتابي بوجريت أبو فهد أبو فهد صبعة ستادي بيقول شي تفضل تفضل الحضر بسرعة الحين رح ستكره شواء سدوننا بس عشان الناس تعرف ترى أغلب الفيديوهات قبل كنا ننزلها فترة الظهر تبلش حين حوالنا شوي فترة المساء يعني من بعد الساعة السبعة لأن الأغلب فيكم سهرانين يعني لحجة محكورين محكورين هذه الفترة سامحونا إذا كان في تأخير أو في تكسير لأن ظروف صعبة شوي بالفترة حتى الحين يعني نسجل الكست لأن الكست هو المهم لازم يستمر بشكل عام جدام الكاميرا وباقي نساعة الحضر وباقي تقريبا نساعة الحضر ويعطيكم العافية شكرا شكرا على متابعتكم يعطيكم العافية ونشوفكم في الحق إياي السلام عليكم ثم الله شكرا على المشاهدة